ما في أحد يولد مثلي الجنس؟ لا 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 أبداً أنا لما أشوف مثلاً بالعيادة يجوني مراهقين يعني يحكي عن العمليات تغيير الجنس وكأنه بيحكي أنه يعني يعني بكل بساطة ومعلومات طبية طبية وكلها تكون غلط من فين جايبها؟ يجي الأب وجنبه مسكين فاتح فمه مو فاهم ولا كلمة من اللي بيقولها ولده أنا حالات مرت علي لشباب وبنات هنا لما عارضوا لأهاليهم هذا التوجه ورفضوهم أهاليهم من باب نوبل ودراع وأوابتز عاطفياً تعرف إشتار في مواقع كثير تقول لهم بس صور لنا صورة جواز سفرك تيجيك تسكرتك على طول عائلة حتى تبناك هناك ندخلك في نظام التعليم وكل شيء فور فري لك وراحه أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح أول شيء طزب أمريكا والقيم الغربية لدينا قيام مجتمعية عظيمة يجب أننا نركز عليها ونعطمها منها التكاتف الأسري والمجتمعي اللي بيجي في كثير من هذه الحلقة لأشوفها مهمة لكل أب أو أم أو لكل أحد مقبل على مرحلة الوالدية 62% من الأزواج الأمريكيين يقولون أن الوالدية أصعب ما توقع دراسة ثانية تقول أن 45% من الوالدين ما يعرفون يروحون لمن إذا احتاجوا المعونة لخصوص تربية والعناية بالطفل هذا طبيعي في مجتمع فرداني طيب ماذا عن مجتمعنا العربي مجتمعنا السعودي كيف الشكل الصحي للانتقام من مرحلة الزوجية إلى الوالدية كيف نقدم الرعاية والتواصل والتواجد للطفل في مراحله المتعددة من فترة الحمل حتى سنتين مثلا وخصوصا في هذه المرحلة العمرية إذا كان دور الأم واضح فما هو دور الأب؟ ويكبر الطفل تزاد التعقيدات ومتطلبات المنظمات الصحية العالمية كلها وكل الدراسات تحذر من الأجهزة في أيدي الأطفال حتى سن متأخرة رغم ذلك كل الأطفال أو معظمهم تشغل أيديهم الجوالات في هذه الحلقة رح نتكلم عن المخاطر من هذه من ناحية علمية كيف نتعامل مع الطفل في هذه المرحلة وفي مرحلة المراهقة وكيف تواجه التحديات اللي تكون في أبسط أشكالها مثل العناد وأصعب أشكالها مثل ميول طفلك الجنسية الحلقة مع الدكتورة هبة حريري معارجة نفسية وعضو في هيئة تدريس جامعة جدة قبل أن نبدأ عملنا الفترة الماضية على فيلم وثائقي مختلف عن شخصية فنية من الطراز الرفيع وصفه طلال مداح بأن منافسه في الساحة الخليجية تعرض لمواقف سياسية شائكة وأحداث غيرت مسار حياته وتسببت في اعتزاله لفترة هذا الفنان هو خالد الشيخ والفيلم بعنوان خالد الشيخ بين أشواك الفن والسياسة يحكي في خالد قصته بلسانه ويجيب على أسئلة كثيرة حول مسيرته الفنية ومواقفه السياسية في سرد المثايقي بديع من أخراج جمال كتبي أنا وفريق ثمانية بانتظاركم في العرض العالمي الأول للفيلم في معرجان البحر الأحمر السينمائي بتاريخ 2 ديسمبر والمقاعد محدودة لذا تركت لكم رابط للحجز في وصف هذه الحلقة شكرا لراعي الحلقة شركة صفا ومنصة سلة أما الآن لنبدأ في أحد من الأصدقاء يعني هو زميل برضه بالله الشركة ما يحبك أبدا نعم لطيف أوكي أوكي بس ليه يستمتل له هو يش يقول هو عنده الله يحفظ الله أولاده عنده بنت وولد بنته ظاهر الآن سواء سنوات ثمان سنوات ولده يعني أصغر المهم فحلقتك السابقة هو ما أعجبتنا أبدا هو يقول يعني كفاية حركات غربية أنا ما أحب الحركات هذه أبويا كان يجلدني وأنا تعلمت ومشيت وهم ما حينجلده وحياتنا زي ما هي أنا ما أحب التربية غربية أوكي أوكي فاز علان فما يحبي يحس أنك أنك تعطين التربية أكبر من حجمه أوكي عشان ضغطه له على جرح شكلي لا لا بس أنه وفيه كثير يقولون يعني أنه يعني أنه سالفة اليوم التربية ومدري إيه شو لازم أنا يعني الحين فيه برضو ببعضهم يقول لك لازم تاخد دورة عشان كيف تربي أولادك يعني طيب ليش هذا كله يعني كل الناس يعني على مرة السنين يعني مو لازم نتكلم حتى عن مئة سنة لا أنا مئة يوم والناس تجيب أولاد وتتربى وفيه ناس تربيتهم جيدة ما كان يطلب هذا الجهد يعني حتى كانوا زمان يتزوجوا وهم أصغر أصغر كثير يعني فالحين هو يتزوج عمره ثلاثين لا وأهلا يصير أب سنة يعني تحسي أنه بالغنا في سلفة التربية؟ ما أشعر أنه إحنا بالغنا لإحنا يعني لو جينا زمان مصادر التعلم مقارنة بمصادر التعلم الآن اختلفت طبيعة المجتمع زمان مو زي طبيعة المجتمع الآن تحديات الوالدية اللي كانت على زمن جدي وجد جدي مش زي التحديات الوالدية اليوم أعطيك مثال من مقابل آخر طيب يعني جدي مثلا لما نتعلم صنعة وما راح على جامعة ولا أخذ لايسنز ولا أخذ دورات ولا شي صح ولا لا ونجح ومشي وأسس حياته وبنوا البلد بهذيك الإمكانيات والتحديات اليوم أقدر أنا أخذ نفس مسار جدي ما أدخل جامعة ولا لايسنز هضيع يعني هحس أنه الظروف والوضع يتطلب أني أنا لازم أخذ بعين الاعتبار إيش التغييرات اللي صارت وكيف أشعر بالتمكين فيها كإنسان كذلك نفس الشي على التربية يعني زمان مثلا كانت يعني وحرفيا كانت القرية كلها ولا الحارة ولا الأسرة الممتدة تساعد وتساهم اليوم ما عندنا هذا هذا الامتياز أنا كأم مثلا أشعر أني أنا في مدينة إسمنتية منعزلة لربما في مكان تاني فبالتالي أحتاج مصادر تختلف عن مصادر جدتي وعن مصادر أجداد اللي راحت فهي مسألة أنه إيش التغيير اللي بيصير وكيف أقدر أنا يعني أكون متمكنة أو مواكبة أو متناغمة أو متوافقة مع هذه التغييرات اللي بتصير فما هي مسألة والله شيء استوردنا من بره ويلا كوبي بيسني بنسويه عشان نشعر بالحداثة أو أنه هي ما هي كده هي تتأخذ ببعد أوسع شوية موك إحنا سجلنا أو ليش؟ أسجلنا بدأت بدأت طب قول كان رتبت لإجابك طيب لا لا إجابت كان رتب دائما طيب هل أغلب الناس جاهزين أنهم يمكنون أبوهم؟ صراحة لا أو لا؟ أيو يعني شوف خلينا يعني نعطيها إجابة واسعة أوكي يعني دائما نقول الحب فطرة الشعور هذا الأبوي والأمومة هذا شيء نتولد فيه وتشوفها في الأطفال لما يلعبوا بالعرايس ويتخيلوا أنهم بنيموهم ويشربوهم هذا يعكس لك فطرة الإنسان أنه هو مولود ومستعد لهذه المشاعر الطيبة للرعاية للإحتواء للحماية وهذه من رحمة وحكمة الله تمام فهذا شيء لكن لما نجح نقول التربية والتنشئة وإني كيف يعني أبني خلينا نقول هذا البناء النفسي والاجتماعي والعقدي والروحي في هذا الإنسان اللي الله استودعوا عندي هذه تحتاج إلى تعلم كيف التعلم مو بالضرورة يكون بالشكل الجديد اللي بتقوله إنه أقرأ كتابه وأحضر دوره ممكن يعني محادثة مع أشخاص السبقوني في هذا المجال مثلا ممكن من الأسرة الممتدة من والدي من تجاربي أنا فهي المصادر تتغير بس إنه هل كلنا جاهزين إنه إحنا يعني خلينا نقول نعمل عملية التربية والتنشئة لا هذه تحتاج دائما أنا دائما أقول الوالدية هذه لا أسميها الوالدية التربية هي عملية من النمو والتعلم اللي منتهية يعني أنا ما أنتهي يفترض يعني ما أقدر أقول والله أنا تمكنت من كل شيء كأم ويلا جاهزة أبدأ الآن أبدأ أخلف هي ما تجيب هذه الطريقة هي إحنا نستمر في التعلم معهم وترى كل طفل يجيك ويجي يعلمك يعني ودائما تسمعها بالعام نقول هذا الولد رباني هذا البنت ربتني ما نقصده إنه يجوا أبناءنا ويخلقوا علينا تحديات جديدة أسوان على صيدنا الشخصي ولا الاجتماعي الفكري يمكن حتى الروح يوديني وبالتالي هذه فرص لنا للتعلم وللنمو مع أبناءنا فهي يعني عشان لا نجيبها بطريقة كأننا يعني مكاين يعني والله أنا مو لازم أحضر دورة وأخذ شهادة ويلا هاحمل هي ما تجيب هذه الطريقة ولكن فيه إحنا نسميها الـ هو إيش الأساسيات اللي أحتاج كن واعي عنها كن منتبهة عنها أجمعها في جعبتي قبل ما أدخل هذه الرحلة وأحض في بالي إنه خلال هذه الرحلة الآخر يوم في عمري أنا دائماً هاستزيد دائماً هأنمو دائماً عندي فرصة للمحاولة والخطأ للنمو وللنطش وش الأساسيات طيب؟ أول أساس أول أساس وهذا اللي كثير يغفلوا عنه It's not about the kids مو عش أمول للأطفال It's about us عننا إحنا نفسنا دائماً نقول إنه أخطر شيء وهذه أنا اللي دائماً هم إلا العافية تمام سريمين طيب فينا المشكلة المشكلة بداخلنا ففي مقولة دائماً نقولها Parenting It's about inside then out فهي الوالدية تبدأ من الداخل وبعدين من الخارج بمعنى أنا لو جبتها بالعام أنا لو عندي كلاكية من جو أنا لو ما يسنس في سلف شعوري مثلاً إنه أنا مندقدنا فأنا مو جيد بما يكفي أنا ماني واثق من نفسي من إمكانياتي أنا مرتبك أنا ما حد يحبني أنا غير مقبول لا تعتقد إنه هذه الكلاكية الصغيرة ما رح تظهر على أبنائك بالعكس هي أول ما حتسقط حتسقط على أبنائك لأنه هذول هم البشر إلا يعني تشعر في دائرتك القريبة جداً وإلا هيختبروك كثير في مواقف عاطفية فلو أنا مثلاً أشعر إني أنا ماني جيد بما يكفي فبالتالي لما يكون بيبي ويبكي طول الليل ومو عارف ينام إيش حيسوي حيضغط لي على هذا الملف المقربع اللي هو الداخلي إنه أنا مو جيد بما يكفي فحهلع كأم ليه بيبكي أنا ماني عارفت له هو طول الليل متعبني أنا ويبدأ يجي نشعور إن أنا أمه كويسة وأتوتر وأتصل على فلان وأفضل بس أشتكي فضاعت متعة الأمومة ضاعة الحضور العاطفي اللي يحتاجه طفلي في هذه اللحظة ليش؟ لأنه بكاء ضغط على هذا الشيء الداخلي اللي هو خلينا نسميها وإحنا نسميها مشكلات أو خلينا نقول يعني ما بدي أسميها عقد بس لما نسميها أشياء غير محلولة في داخلنا فبالتالي أول خطوة في الوالدية هي أعرف نفسك من الداخل تواصل مع نفسك لأنه لو أنا تواصلت مع نفسي تواصل صحي وجيد هتكون عندي المقدر على الحضور الكامل مع أبنائك الحضور العاطفي الحضور الذهني الحضور الاجتماعي فبالتالي هذا الحضور حيساعدني إن أنا أساعدهم هم كمان يكونوا متواصلين مع أنفسهم أسوأ شيء عبد الرحمن إن إحنا نمشي بدي الحياة ما نعرف نفسنا وبالتالي لما نسلنا تحديات ومشاكل يعني نغرق في شبه الموعي ليه؟ لأن أنا من يعرف أنا من فين ليش فجأة على الصبت ليش هذا الموقف أربكني ليه هذا الوظيفة أخاف منها ليه هذا الاجتماع لما ندخل أحس إنه كلامي بين قوسين غبي وما حد حيسمعه ليه هذا كله؟ بعدين كيف نتفاعل معه؟ نبقوا منتفاعل معه بالانسحاب أو بالعنف الزايد أو بالاستعراض الزايد أو بالمثالية والكمال أسعد أو أصير بليزر بس أبأسعدكم عارف دول اللي يرموا نفسهم حلال حرام في الشغل ونقول إنه بس المهم أرضه عني لأنه أنا عندي خوف وارتباك من داخلي فبالتالي هذا التواصل مع أنفسنا يعني يخدمنا أولاً يخدمنا في والديتنا مع أبنائنا فهذا أعظم شيء ممكن نقدم لأبنائنا هو تواصلنا إحنا الصادق الشفاف مع أنفسنا بالتالي هذا يبدأ يكون عندنا عافية نفسية جيدة يعني أبنائنا ما يبغونا أغنياء ما يبغونا مهرجين ما يبغونا عبارة عن تلبية رغبات يبغوك حاضر متواصل قريب هذا اللي يحتاجه الإنسان لجل ينمن ومو آمن وسليم كيف أن أتواصل مع داخلي يعني مش الشكل المثالي عشان أجهز نفسي بسط شيء أعطي وقت لنفسك يعني أنا دائماً أقول أدخل على الستنج في الجوال وروح على اللي هو التايم للسكرين مثلاً شوف كم جلست مثلاً على التيك توك وإنستجرام ولا مش عارف إيش أنا نفسي يكون في خدمة أنه قد يقعت مع نفسك منقطع عن كل العالم الخارجي وأنت جالس مع عالمك الداخلي مع الخبرات اللي تمر عليها في اليوم حقيقةً ممكن ما تتجاوز ولا دقائق وفي ناس ولا ثانية حتى حياته كلها في الخارج العالم الخارجي طب بداخلنا عالم داخلي كبير مشاعرنا أفكارنا قناعاتنا حتى قيمنا الروحية خبراتنا اللي مرينا فيها في مواقف تمر ما خططنا له وتترك يعني تقربعنا من جوه تأثر علينا قد يجلسنا وعملنا ريفليكشن انعكاس استبصرنا فيها عرفنا أنه علت فيه بزيادة ترى it's not about هذا الستويتش مو عشان هذا الموقف لا هو أقدم من ذلك ذكرني بذكرة قديمة شكلي كنستها تحت السجاد وقلت خلصت لا بس هي طلعت على السطح مع هذا الموقف فالوقت احنا بحاجة إلى وقت مع أنفسنا وما هو شيء معقد نشعر أنه معقد في اليوم اللي احنا نعيشه دحين لأنه اليوم صار سريع مسؤوليات كثير عندنا سعي عالي جدا أنه لازم ننجز أشياء كثيرة وسريعة ونافسة في العمل وغيرها فضاعت أوقاتنا مع أنفسنا فأول خطوة هو أوجد وقت لنفسك هذا شيء أول الشيء الثاني البداية حتكون صعبة لأنه دائماً احنا مثلاً بالعيادة لما نقول أنه تواصل أبحث مثلاً نقول إيه أنا مضايق مضايق هذا ما هو الشعور شيل هذه الطبق ايش تحته غضبان شيل هذه الطبقة فيه تحت الغضب دائماً الغضب أقولهم زي اللي حاف يغط شيء إحباط طيب إحباط مميم من الناس طيب شيل هذا الإحباط تحته فيه شعور عجز أشعر بالعجز مثلاً أو أشعر بالعار أو أشعر بالفشلة شيل هذا الشعور إيش تحته وهكذا إحنا بحاجة إحنا نتعمق في مشاعرنا نفهمها وأفهم كمان مدى هذه المشاعر تربكنا في إيش المواقف فممكن ممكن مثلاً المطلوب إن أنا أكون حاضرة عاطفية معاها بس كثير من الأمهات مين أذاكي مين سوى كده هرفع سماعة للمدرسة لا بأهدله فياخد رياكشن ممكن على المدرسة يصوب جام غضبه ليش؟ لأنه هذا الموقف أشعروا إنه ممكن مرة تانية نجي لهذه الطبقات مثلاً أنا عاجز أنا محبط أنا أو ممكن يكون عندي أنا ألم قديم مثلاً أنا ما حت كان يدافع عني فالآن أنا حنفذ أجندتي القديمة على بنتي أنا حضلع دافع عنها تمام؟ أو العكس أنا ممكن أصوب جام غضبي على بنتي أنت اللي أحوشت نفسك أنت اللي مزودتها أنت اللي مدلع فما يكون الموقف متزن طب ليش ما هو متزن؟ نحتاج نتأمل أوكي معناته لما أنا حطيت غضبي على بنتي يمكن ذكرتني في نفسي مثلاً في هذا الألم اللي أنا عشته مثلاً أنا طفلة صغيرة لأن أنا كان يتنمر علي وما كنت أعرف إيش أسوي وكنت أتمنى أكون قوية فالآن هذه الأمنية القديمة الأجندة القديمة أجي أسقطها بسرعة على هذا الطفل قوي نفسك أتصرف ونصير بالزيادة حطين جهد عاطفي في هذا الموقف ما هو بقدر هذا الموقف لأن أنا شلت قدرت زمان وحطيته عليه فتصير المواقف مجهدة علينا وعلى أطفالنا فالتواصل مع أنفسنا الشفافية مع أنفسنا تخلينا أولاً نرتب البيت الداخلي فينا فبالتالي أقدر أفصل ما بين آلامي أنا مخاوفي أنا وما بين هذا الوقت الحاضر الصغير البسيط مع أبنائي من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا لاستثمار المزيد في وصف الحلقة مع تكافل الراجحي كل احتياجاتك انأمنها لك سيارتك سفرياتك وتفاصيلها بيتك وممتلكاتك وبعد موظفينك ومهنتك الطبية تكافل الراجحي وجهتك التأمينية الأولى حمل التطبيق وأمن بثواني كلامك يعني رائع زين بس 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 إنه صعب صعب من أكثر وناحية بس سالفة التواصل الداخلي وأنه أنت بس تتكلم من نفسك هذا الحال صعب يعني الساعة أحياناً ترسل لي أنه خد دقيقة واحد بس تنفس وخلك ما نفسك شوي دقيقة واحد وما عمري سويتها اللي يمكن مرة واحدة ولا مش رات ساعة يمكن هذا قبل ثلاث سنين أربع سنين فإنك تاخد دقيقة واحدة عشان تخرج من العالم الخارج وترجع لذاتك صعب إذا أخذنا أنه يتطلب أنه حياناً بس تواصلك الداخلي يعني مع نفسك يمكن ما يعطي حل يعني يمكن ما أعرف كيف أتواصل مع نفسي لأنها لها أدوات أتوقع إذا تواصلت أنا شلون أعرف عندي الكلاكية هذه كيف أجلس إلى أن أعرفها كيف أحلها كيف أرفني حليتها فيعني يعني يبدو لي أنه يقودني إلى أني أروح يمكن معالجة نفسي أو طبيب نفسي بدل أن أدخل في طبيب نفسي يعني هل هو رفاهية ولا لا إذا مو برفاهية فهل أصلاً معناه يمكن أن أصرف أنه يمكن أن أصرف فلوس لأنهم غالين وأنهم غالين فالجلسات يعني 300 ريال 400 ريال 500 ريال على الجلسة الوحدة ويا دوب بسم الله يعني نفتح الباب يعني التفق معاك هي صعبة لأنها ما هي ثقافة يعني خلينا نقول تربينا عليها أو كبرنا عليها أضف إلى ذلك سرعة الحياة كل ما لها بتزيد أعباء الحياة كل ما لها بتزيد المشتتات كل ما لها بتزيد يعني مثلاً أنا أتخيل أنا عشت في زمن مثلاً من بعد العشة التلفون ما يرم بالبيت إلي إذا في حالة وفاة لقدر الله فإنت متخيل مثلاً أمي يعني كأم لو جين أخذنا مثال جيل أمهاتنا كانوا خلاص ينفصلوا عن العالم الخارجي بكل سهولة لأنه ما في شي يقتحم حياتهم فهم من بعد ليش علينا الصباح هما في عالمهم الداخل اليوم ما نقدر اليوم أنت حروب العالم كلها لآخر لحظة قبل ما تنام تجلس تتابعها إذا معناته فعلاً في عبء علينا اليوم وهذا لازم نعترف فيه يعني أنا ما بدي أنظر وأكون مرة مثالية أنه أفصل نفسك من برة وأجلس مع نفسك نعم هي فيها تحدي مو إنه ما فيها تحدي هل مستحيل؟ لا هل ممكن؟ نعم لكن تحتاج إلى أنه يعني أحط هذا الجهد يعني خلينا أعطيك مثال مثلاً الرياضة مثلاً يعني إلى سنين خلينا نقول خمسة سنين إلا راحت أعداد النوادي مثلاً تمشي في المجمعات السكنية ترى نادراً ما تلاقي كنت نوادي رياضية اليوم في كل بلوك ممكن تلاقي نادر رياضي ليش اليوم الناس صار عندها وقت للرياضة هم نفسهم الناس قبل خمسة سنين ليش؟ صار عندهم وعي يمكن؟ بالضبط وعي تمام صارت أولوية صارنا مستوعبين أن الصحة الجسدية تعكسها لصحتك النفسية صارت نوعاً ما خلاصة فثقافة اجتماعية عممت طبعنا معاها آمنا فيها فبالتالي قامت مؤسسات كثير تساعد على هذا الموضوع صارت في رواد أعمال يعني صاروا يستثمروا فيها فهي نفس الشيء اليوم يعني وترى على فكرة مسألة هذا التواصل خلينا أعطيك دراسة صارت على ألفين سيدة بين قوسين تعساء في حياتهم الزوجية لما نجوا شافوا أنه مين تعاستها الزوجية يعني بتأثر على صحتهم وعلى أشكالهم يعني بشكلها الخارجي بسبب هذه التعاسة وجدوا أنه في مجموعة يبان عمرهم أكبر من سنهم شكلهم عفوا أكبر من سنهم ويشتكوا من آلام جسدية مزمنة ويعني مرتبطة بهذه التعاسلة في حياتهم الزوجية في المقابل هناك سيدات شكلهم ما بان أكبر من عمرهم ما عندهم آلام جسدية وهم أيضا تعساء في حياتهم الزوجية إيش الفرق بان هنا وهنا هذول يجلسوا يتحلطموا مع بعضهم بالعام هذول السيدات عندهم مجتمعات نسائية يفطفضوا البعض يحكوا مع بعض يتكلموا مع بعض تمام وهذا يذكرني دائما بحديث السيدة عائشة اللي هو أطول حديث اتكلمته لما حكت مع الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيف كل واحدة صارت تشتكي عن زوجها وهذه الصحابية اللي بعد سنين من العشرة تزوج عليها زوجها فقال لها الرسول كنت لكي ناسي نص الحديث بإنه يعني كيف الحديث بيشرح لنا يعني لو جينا شفناه كده زوم آوت جلسة نسائية فيها تعبير عن ما يجوب في داخلهم من مخاوف من مشاعر من أفكار فهذا اللي بنقول عليه صعب اليوم ترى هو بيحدث من قديم الزمان بس إحنا ما عد سرنا نديله مساحة في حياتنا فإذن إحنا بحاجة إنه إحنا نرجع نستعيده مرة تانية فلما نتقول والله التواصل يحتاج لعيادة نفسية موه ضروري يحتاج لعيادة نفسية إحنا نحتاج إنه نعرف إنه والله يوم أطلع وأحكي مع إنسان قريب مني صديقة أو أخت ولما أفضفض ولما أتواصل مع مشاعر ربما هذه كلها وسائل مجانية تساعد يعني تساعد إنه الإنسان يسفل عليه التواصل يعني طيب بالنسبة للا أنت فصلتي ما بين يعني ذكرت الوالدية هل في فرق بين الوالدية والزوجية إنه أزواج أو واردين أيها ميش الفرق بينهم هل كل زوجين قادرين إنه ممكنون واردين مرة تانية العلاقة الزوجية هي علاقة بين يعني اتنين بالغين العلاقة الوالدية هي تاخد شكل آخر تاخد علاقة الشراكة مع هذه الأسرة والأبناء نموها ونموها من كل الأصعد يعني إحنا دائما نظن إنه التربية هي إني أنا يعني أولا دائما نقول الشكل المعمم عند كل الناس أكلوا وشربوا دخلوا مدرسة كويسة أوكي هذا اللي نحن نسميه الحاجات الفيسيولوجية هذا أول هذا الطبق الأولى في الاحتياجات الإنسانية بعدها يجي شوي أهل عندهم وعي أكثر إنه والله لأب أهتم في أفكاره كيف يفكر كيف يحلل وغيرها هذه التربية فكرية مثلا ممكن تكون بعض الناس تهتم بالتربية العاطفية كيف وهي هذه كيف يعبر عن مشاعره كيف يتواصل كيف يدير غضبه إحباطه وغيره في ناس عندها تربية مثلا روحية بس التربية أشكالها مرة كثير يعني هي مو بس هذه الطبقات هي أيضا التربية الروحية تأخذ دور التربية الاقتصادية تلعب دور كبير وفي أهل كثير يحسبوا أنه هذا الطفل إيش فهموا بس من من عمر مبكر إحنا يلابد أنه إحنا فلسفة المال استخدامه الادخار هذه من عمر وهذه تدخل فيها التربية أنا بجي تربية الأطفال بس أنا أدي الآن على الطرفين هل لازم الطرفين كلهم يكونون جاهزين أو لطرف واحد كافي أن يكون يعني مثلا الأم هي الأهم وهي اللي كافي أنها تكون جاهزة طيب أنا أعطيك إجابة مثالية وإجابة واقعية الإجابة المثالية أنه نعم يعني يفترض الطرفين تمام لأنه مجهد جدا أنه طرف واحد هو اللي يحمل العبع بالكامل الصورة الصحية ولاش أقول مثالية حتى الصورة الصحية أنه الأتنين يحملوا العبع تمام أكيد حتكون فيه فروقات بينهم يعني أكيد يمكن واحد متمكن في الجانب العاطفي واحد في الجانب الاقتصاء وغير وإحنا نكمل بعض وهذه هي يعني في الأخير سنة الله بين البشر أنه إحنا نكمل بعض أنا ما في أحد كامل ولكن يعني جرت العادة وحتى سبحان الله يعني فيما يخص الوالدية أنه الأمومة هي اللي تلعب الدور الأكبر الرضاعة وغيرها يعني فالأم نعم يقع عليها الدور الأثقل خلينا نقول يمكن فيه أوائل السنوات هذا لا يعني أنه يعطي يعني excuse ولا خلينا نقول إذن للأب أنه أنت مالك دور الآن بس طبعا أي والأم يقع عليها الدور كبير يعني هل صحي أنه إذا شاف أحد الطرفين أو أحد الزعجين أن الطرف الآخر غير جاهز لأنه يكون والد أو أب أو أم أنه يأخر الإنجاب شوف كلمة غير جاهز كمان هذه كلمة مرة واسعة أوكي أوكي ونأخذه على الاسبكتروم على طيب طيب يعني أنا يعني عمر الإنسان ما رح يكون جاهز مية في المية أوكي وممكن الآن أنا أكون أم وأشعر أنه في عندي أجزاء من الحياة أنا غير جاهزة فيها لو أعطيك مثلا على صعيد العواطف أنا يمكن جاهزة في التعامل مع الغضب بس مني جاهزة في التعامل مع شعور الفقد يمكن فالجاهزية مرة كل ما واسعة ولها مرة طيف كبير فخلينا نقول جاهزين مية في المية ما في حدا حيكون جاهز مية في المية طيب هيجي طفلك مولود أصلا بستين في المية من صفاته موروثة حيفاجأك بأشياء كثير ما تتخيلها فالجاهزية تختلف فهل نكون جاهزين مية في المية ما في حدا يكون جاهز أنه أنا إنسان قابل للتعلم للنمو للنضج دائما مع ابنائي متى ما يكون جاهز تماما لما يشعر أنه أنا ما عندي إمكانية لتحمل المسؤولية وبرضه المسؤولية كل مواسعة مثلا ما أنا واحد يجي يقول مثلا أو أم تقول أنا ما أنا مستعدة أصحى في الليل كل شوية رضع أنا ما أنا مستعدة مثلا أترك عملي وعملي مره يطلب ساعات عمل طويلة ما أنا مستعدة لهي الأشياء الأساسية وفي وضوح أنه أنا تماما مو مستعد حقيقة هنا نقول إذن أيوة يعني لا تجيبوا إنسان على هذا الدنيا ونحط بين إيد خدم يعني بس عشان نسير كمل نصورة قدام المجتمع أبو أمو طفل بس في الحقيقة هذا الطفل مهمل يكون أو أبو أمو غير قادرين على رعايته ورامين رعايته على أطراف كثير جد وعامل يعني هذا يقلمنا كثير يعني وثمنه ماه سهل يعني لا على الطفل لا في الشورت تيرم يعني لا في الوقت القريب ولا حتى في الوقت البعيد وش الحد الأدنى بين الطرفين اللي يقولون إحنا جاهزين للعادة جاهز أنك تتحمل هذه المسؤولية جاهز أنك أنت تكتشف نفسك مع هذا الإنسان الصغير اللي حيجي بين يدك جاهز أنه يعني يكون عندك استعداد لكل أشكال الرعاية رعاية جسدية رعاية عاطفية خلي نقول الحد الأدنى وهنا عشان كمان للعدالة يعني أنا ممكن يكون الحد الأدنى عندي مقارنة بشخص آخر هذا الحد الأعلى عنده فالناس تختلف عشان كده نرجع مرة تانية أعرف نفسك يعني فالتواصل مع النفس هو اللي حيجاوب على هذه الإجابة هل ممكن أعرف نفسي من خلال الطرف الآخر فهل ممكن يساعدون بعض في اكتشاف أنفسهم؟ طبعا لأنه سبحان الله هي الأسرة أصلا تمر بمراحل يا عبد الرحمن فالمرحلة الأولى دائما فيها تحدي مرة كبيرة لأنه طرفين يجوا ينجمعوا في ساحة وحدة وكل واحد جاي من ساحة مختلفة أنا منظومة قيمية هو منظومة قيمية أنا عندي قيام وخبرات فكل عالمين مختلفة تيجي وحتى تندمج وحتى تبدأ تخلق عالم واحد فهذه الخبرة في البداية دائما نقول أعطوها وقتها لأنه وعشان كده كثير نص الطلاق ممكن تسير هنا كثير خلافات تسير يعني لأنه كل طرف يتوقع أنه التاني حيصير زيه وهذا حيصير زيه في الحقيقة ما حيصير زيه التاني هي زي الدائرتين ما رح تلتحم مرة ولا حتفضل منفصلة مرة هي حتيجي بالنص ففي شي مشترك حنيبنيه في النص وفي شي حتحتفظ فيه أنت وهو حيحتفظ فيه يعني ما قدر أنسلخ من كل اللي تربيت عليه وأجي أخلق شي جديد أنا إنسان في الأخير أحمل كل خبراتي وتجاربي كذلك الطرف التاني فهذه الديناميك اللي يصير في البداية هذا الالتحام والالتقاء كذلك نتداخل كذلك نحتفظ هذه كلها فرص تخلينا نكتشف نفسنا خلينا نكتشف الطرف التاني إلى أي مدى أقدر أعتمد عليه مثلا إلى أي مدى في مواطن قوته في هذه العلاقة هي نفسها ممكن تكون مواطن القوة لما نكون والد هذه عدة تأخذ يعني مدى أشهر سنوات يعتمد قد إحنا رح نكون يعني خلينا أقول واعين وموضحين البوصل وعندنا هذه الساحة يعني في اتنين ممكن زوجه سنين أصلا ما ينتبهوا على هذه الأمور هي في عالم هو في عالم مثلا أو يتجنبوا هذه الحوارات أو لما مثلا خلينا نقول تصير مشاكل أو اختلافات وهذا مرة طبيعي هذه فرصة نستثمرها أنه نفهم ليه تنرفست من هذا الموقف ليه أذاني هذا الشيء ليه جرح ففي ناس ما تعتعرف إلا بس كده الحياة ماشية بدون ما نركز هدول اللي حيطول معهم الموضوع لكن ممكن يكونوا زوجين على قدر من الوعي والتركيز والاستبصار وعندهم ساحة أنهم هم يخصصوا يعني جلسات دائما بجودة عالية أنهم هم يتكلموا في هذه الأمور كلها ممكن الموضوع ما ياخد معهم أسابيع الشهور يعني فهي مرة تانية هي ما هي بالكم هي بالكيف طيب فيه يعني فيه دراسات تقول أنه نسبة رضا الزوجين عن العلاقة الزوجية تقل بعد الإنجاب وش اللي يحصل في هذه المرحلة وكيف يمكن يعالجونا كيف يكون الشكل الصحي في هذا الانتقال من دور زوجين إلى دور أبوين أيها وهذه نرجع مرتاني المراحل الأسرة الآن هذه المرحلة الأولى وانس دخل الطفل في حياتك أنت يفترض تنتقل من هذه المحطة وهذه المرحلة المرحلة الثانية بعض الأزواج ما ينتقلوا يفضل قاعد هنا وطرف راح هناك فعشان كده يقول حسها بعدت عني حسها تغير عليه هو قاعد في محطة وأنت في محطة مثلا فهما ما بيستوعبوا طبيعة كل محطة أو كل مرحلة لأنه كل مرحلة لها متطلباتها لها احتياجاتها لها تحدياتها فبالتالي لما ما نكون مع بعض في هذه المرحلة طبعاً هيشعروا بالوحدة بالتغيير وهذا اللي بالضبط أنت قلته أنه يصير فيه عدم رضا وطبيعي يصير عدم رضا إذا ما انتقلنا مع بعض لهذه المرحلة فهذا هو المؤشر أنه لما ما نكون منتقلين على نفس المرحلة طبعاً واحدة من أسبابها أنه إحنا اللي يخلي الطرف واحد ما ينتقل لهذه المرحلة أنه بيحافظ على كل أجواء هذه المرحلة بس في الحقيقة ترى يعني شئت أبيت خلصت دي المرحلة وانس هذا شرف الطفل خلاص أنت راح تنتقل هناك وهذا يعكس يعني اللي إحنا نسميها قدرات نفسية عند الإنسان المرونة النفسية الصلابة التوافق النفسي هذه كلها يعني وهذه ترى تنمو مع الخبرات يا عبد الرحمن يعني أنا ممكن مرونتي في أول مرحلة في محطة الأسرة هذه تكون خلينا نقول محدودة لكن مع هذه الخبرات والتحديات والصعوبات تزيد عند المرونة وأطلع فلا نتخيل أنه المهارات النفسية تجعل بساط أحمر مفروش ولا بساط وردي لا هي ترى تمر بصعوبات لذلك ترى يعني كلنا لو طالعنا على حياتنا يعني لو إفاي زوم آوت ولا طالعت ورع على حياتي أنا أمتن للحظات الصعبة أو للتحديات لأنه هي اللي ترفع عندنا الإمكانيات النفسية والمهارات فهذه كمان أحد القناعات اللي نحتاج إنه إحنا برضو كمان نعممها إنه الوقت الصعب هذا مشاعر الغير رضا اللي تمر فيها هذه خبرة لك للتعلم للنمو واللنطج وش اللي تغير عليهم الطرفينين؟ وش التوقعات اللي تختلف وتخلي الحياة تكون سيئة؟ إيش اللي تغير عليهم؟ كل شيء وإنت بكرامة للحمام يتغير عليهم يعني أسأل الأمهات تقول لك أنا ما يدرى أدخل للحمام مثلا حتى مثلا ما أقدر لأنه بيبي بيبكي طول الوقت مثلا لما ما يكون أحد معاها تستنى مثلا زوجها يجي عشان يعني أقدر أخذ شاور براحة أضمن أنه في أحد معاه النوم يختلف ممكن ما يلاقوا وقت يأكلوا في الوقت اللي كان للمتعة أسهر على فيلم ما أقدر أسهر مع هذا الطفل بالذات لو مرض أو بدأ يسنن أو غيره يعني من أي تحديات فأشياء كثير تتغير عليهم يعني وشوف بحما كنا متوقعين يعني دائما إحنا عارفين أنه والله نومكم حيتغير بس لما نعيشوا ديك الساعة حيكم مختلف تماما عن ما سمعنا فأشياء كثير تتغير كنت تقول أنه يجب على الطرفين أنه يعرفوا الانتقال إلى أدوار جديدة وكذلك التنازلات أيه وشكل التنازلات الصحية اللي تحسب بين الزوجين يعتمد أنا دائما أقول كل عائلة فريدة من نوعها وكل إنسان فريد من نوعه وهذا مهم يعني أنا من الأشياء اللي أشعر أنها هي من يعني خلينا نقول الطرح الإعلامي الغير مكتمل أو المشوه أو إنسان هاو خلينا نقول ما هو متزن أنه نحط واحد نين ثلاثة أنه إحنا نعلب الخطوات أو نحدد الأشياء أنا عن إيش أتنازل حقيقة أن تفرق من شخص لشخص يعني وهنا ترجع لإمكانياتنا أنه أعرف نفسك كل ما عرفت نفسك كل ما عرفت تجاوب على هذه الأسئلة يعني أسوأ شي لما مثلا أنا أطلع كمختص في الإعلام وأقول والله أتنازل عن نومك عن أصدقائك عن عملك طب يمكن هذه التلاتة بالنسبة لي أنا رفاهي وكماليات بل شخص آخر هي أساسيات تمام أنا يمكن عملي لو أتنازلت عنه ما رح يأثر بس عند أم تانية ممكن يعني يهز مثلا بناء اقتصادي كبير في أسرتها لذلك ما نقدر نعمم وهذه نصيحتي لكل أب وأم يعني من يوم ما تشوفوا حلول جاهزة يعني أنتبهوا لأنه شكلها مريح في البداية شكلها مريح أنه والله يقالولي واحد نين ثلاثة وإحنا سننا بزمن سرعة نبقى كله كويك فكس أعطيني واحد نين ثلاثة في الحقيقة ما نقدر نعطيه حلول جاهزة فعن إيش أتنازل أختبر نفسك أسأل نفسك أنا ممكن اليوم مثلا أتنازل لتسي عن النوم سبعدين ألاقي أنه ضعف النوم مر بيجهد صحتي فبالتالي ما حقدر أتنازل عن النوم فحطلب مساعدة مثلا فالإجابة دايما نقول أنه كل واحد حيارف يجعب هذا السؤال لو أتواصل مع نفسه هل يتفقوا على الأدوار هذه قبل الإنجاب ولا يتفقوا عليها زي ما تيجي؟ لاتنين يعني دايما نقول كل ما كان في حوارات مفتوحة أتكلمنا فكرنا بصوت عالي مع بعض كشركاء مريح مريح لأنك أنت بتفكر حتى لو ما سار يعني حتى لو حطينا خطة وحسينا أنه إحنا والله خططنا ثم بعدين تفاجأنا طلع هذا الطفل طول وقت ما ينام بالليل وممكن يفاجأك الطفل ينام طول الليل فأنت نومك مرتاح ما يحتاج تتنازل عنه فبالتالي هي الإجابة هذا طفل من الجنة يعني موجود لا فيه أنا واحدة من بناتي كده جاءت بس في المقابل النهار ما تنام ربك ما يجمع عسرين فسبحان الله يعني عشان كده أرجع أقول أنه إحنا نخطط بعدين ما تعرف الظروف تجي فالمرونة هي المطلوبة أنه إحنا هنفكر مع بعض بصوت عالي بس كمان خلي عندك مرونة بما يكفي أنه تستقبل أي مفاجآت ممكن تسلك أو أي تغييرات نسبة عدم الرضا هذه اللي تحصل بعد تحولهم إلى والدين هي سببها اختلاف توقعات كيف نقدر نقلل من هذا الانزعاج ونحولها إلى علاقة قوية متينة عندنا النظرية مرة تسهل الصورة هذه هذا الواقع وكلما كان التوقع بعيد عن الواقع فهذه المسافة الكبيرة بينهم تتعبى بمشاعر مزعجة فأنا لو هذا واقعي ما في نوم ما في وقت للأصدقاء ما في وقت للنادي وأنا عندي توقع أن أنا حافظ عن نادي وحستمر أروح خميسية أصحابي فهذا التوقع هذا الواقع لو بعدت بينهم المسافة ومسار ويتشابه هيتعبى هيتعبى بإحباط بغضاء بانزعاج وبالتالي لا رضا لكن أنا لو قربت المسافة بينهم قدر المستطاع هنا ديك الساعة أنا أقلل من هذه المشاعر فلذلك دائما نقول إنه إيش واقعك وإيش توقعاتك الشيء الآخر عبد الرحمن هذا كثير من الأهل يعني لمن يدخلوا كده في بدايات مرحلة الأطفال والإنجاب وكده يحسب إنه هو كده الحياة حتكون لا هذا اللي ما ينيمك حييجي يوم حينام طول الوقت لما يوصل في المراهقة وتروح أصلا تضارب معاشا الحياة مراحل وكل شيء مؤقت وكل شيء لو وقته فأنا اليوم لو مثلا ما قدرت أمارس الرياضة زي ما كنت قبل الإنجاب هذا لا يعني إنه لن عمر كله كده بس مرات الإنسان وهذه واحدة من التشوهات الفكرية اللي نقول ننتبه عنا إذا اليوم أنا انحرمت من النوم في أول كم شهر ترى مسألة وقت حيكبر الطفل وحرجع أنام وارتاح فهذا اللي نحتاج نرفعش كده هذي واحدة من الأشياء اللي تصيب كثير من الأمهات والآباء اللي هي الفومو Fear of missing out يحس إنه هذا الطفل جاء وضيع علي أشياء كثيرة ضيع علي فرص تعليمية ضيع علي فرص وظيفية ضيع علي متعة أو غيره هذا مؤقت فيعني هذا الشيء لو فقدته الآن لا يصير عندي Fear of missing out أو حيروح علي هو حيروح عليك نعم دحين لا يعني أنه راح للأبد لاحق هتقدر استيعاب المرحلة تقبل المرحلة بزي ما هي نعيش المرحلة بزي ما هي كثير من الأباء يكون هو جسدياً في مرحلة بس دهنياً قاعد في مرحلة تانية يعني مثلاً أنا الآن أكون أب مثلاً لطفل عمره سنتين يمكن يحتاج مو يمكن هو حيحتاج حيحتاج تواجد جسدي حيحتاج تواجد عاطفي وغيره لكن هو جالس في مرحلة ذهنية أنه لا أنا لازم أتواجد مثلاً في هذا المشروع وقت مرة أطول لكن لو أنا فبالتالي هنا تختل الموازين أوكي طيب المرحلة تطلب أنه كمان تواجد هنا كيف أوفق بينهم يعني لو أخرت هذا المشروع مثلاً سنة بس again شوف ما في إجابات مثالية أعرف أني ما بجسم برج عاجي فيه فرص تيجي ما تروح يعني بس مرة تانية نقول نحسبها على كل الأبعاد لأنه نفس الشيء هذا العمر لو راح ما راح يرجع إذا ما في إجابة مثالية بس هل فيه بوصلة هل فيه قاعدة ذهبية هل فيه شيء أرجع له يعني هذا اللي أنا لازم أوصل له كيف الطريق يختلف من شكل الآخر من شخص الآخر من حالة لحالة بس هل فيه شيء أنا أتجاه له يعني مرة تانية استيعاد طبيعة المرحلة هذا اللي يمكن يساعدني يعني مثلاً لو يعرفوا الأبا والأمهات أنه 80% من أدمغة الأطفال تنمو بعد الولادة في أول سنتين سبحان الله هذا الجزء الوحيد من الإنسان اللي يكتمل بعد الولادة الرئة تكتمل قبل الولادة القلب الأجهزة كلها ما عاد الدماغ ليش؟ لأنه يحتاج إلى التفاعل العاطفي واجتماعي وهذا يصير جزء بسيط منه أثناء وجوده في الرحمة الطفل يخزن الأصوات يخزن عشان كي يقول الحالة النفسية اللي تمر فيها الأم أثناء الحمل تأثر بشكل مباشر على الطفل ولكن لمن يطلع الطفل لهذا الدنيا هو أول سنتين 80 إلى 90% من دماغ ويكتمل بهذا التواصل فبالتالي سبحان الله عجيب يعني أنا واحدة من الشيء اللي أفزعتني لما درست النيرو سيكولوجي لما نشفنا مقارنة أدمغة الأطفال في أول سنتين إلا عندهم تواجد عاطفي إلا الأم تطالع في عيون ويناغي وترد معاه اللي تمسك جسمه إلا تضحك له إلا تشجعه وتتكلم معاه سبحان الله لو تشوف النيرو ترانسميتنج النواقل العصبية وشكل الدماغ تحسوا كده منتعش مكتمل بينما الأطفال إلا أهملوا إلا ما في أحد يطالع في عيونهم إلا يقول بس خلوا يبكي لا تشيلوا لا تعودوا على الشيء لا يتدلع إلا بس يأكل ويشربوا وقاعد على السرير والأطفال أشكال أدمغتهم لو تشوفها مخيفة أصغر حجما أقل بالنشاط العصبي وهذا النشاط العصبي إحنا بحاجل وعشان يكتمل نمو الدماغ فكثير من العمليات العقلية إلا على عمر كبير نستخدمها هي ترى تنشأ في هذاك العمر الصغير هي تتأسس في هذاك العمر فهذه المعلومة وحدها كافية عشان تخليني أعرف أني أنا اللي واليوم مثلا أجلت هذا البحث اللي اشتغل عليه والي أجلت هذا المشروع مثلا عشان أعمل هذا التواصل العاطفي الاجتماعي وأعطي وقته أنا هنا رح أعرف أنه صح أنا ما أشوفه بالعين المجرد بس هذا يعني عطاءه رعاية رح يخدم هذا الإنسان لمن يكبر أنا رح أعطي له نمو تكامل فيه وشكل الرعاية وشكل المثالي لي كاب أم في السنة الأولى وفي السنة الأولى يعني وش يسوي أتكلم معه يعني أشيلة أوكي يعني كثير وكل شو يتطلع لكسالفة يعني طبعا ما بين أنت بتضيما ما بين نصايح أهلك ما بين نصايح اللي تشوفها على إنستقرام ظاني شفتوا مقطع قريب ظاني أنه ناس كانوا يتنمروا على واحد ما أعرف ناس المقطع في الضغط بس أن الفكرة كان أنه أب يشيل طفلك عنه يربع أوكي بس الفكرة علشان يقول لك هذا التواصل يش سموه الجسدي skin to skin skin to skin ايه ففي ناس يقولوا مساكين ما يعرفوا إنه هذا كذا وفي ناس يقولون أنا مش جايز يسوي زي كذا بس سهل فتصير في إنستقرام فهل تروح تسويها ولا لا أعطي لي السنتين الأولى وشي اللي ما أفترض أنا أسوهمها طفلي أوكي شوف هي إحنا نلخصها أوكي إحنا نلخصها في ثلاث كلمات تواصل رعاية تواجد أوكي فالتواجد إنه حقيقة تواجد طبعا أسهل شي اللي أقول تواجد يعني أنا كون موجود جنبو هذا ما يكفي أنا ممكن أكون جنبو قاعدة على الجوال طول الوقت هذا ما هو تواجد التواجد وهذه كلها التلاتة تكمل بعض التواجد والتواصل والرعاية فالتواجد العاطفي كيف أنا أكون متواجدة عاطفيا مع هذا الطفل حاضرة عاطفيا وأتواصل عاطفيا أعطيك تجربة سارت وهذه مرة معروفة يعني ممكن أي أحد من المتابعين يعني يدور عليها وسارت وتكررت اسموها اللي هي الوجه الجامد اسمها الوجه الجامد وهذه هذه رائعة تجربة وتلخص كثير وتعطيك الإجابة هذه التجربة سارت جاب الطفل عمر 8 شهور 6 إلى 8 شهور هذا اللي احنا نقول ما يفهمه ما إيش يسوي معاه طيه طلبه من الأم إنها هي تتواجد وتتفاعل معاه عاطفيا فهي تضحك وهو يضحك معاها هو يناغي هي تناغي تطالع في عيونه وهي حاضرة عاطفيا معاه الآن هو مبسوط أنا مبسوطة فكان فيه تواصل عاطف معاه بعدين طلبه من الأم شي واحد بس يا عبد الرحمن إنها هي بس تكون ولا شي مشاعر جامد عش كي اسمها هي الوجه الجامد فطلبوا منها بس يكون وجهها جامد فهي دارت وجهها ورجعت تاني وجه جامد ما في أي مشاعر إيش صار في الطفل في البداية عجيب لو تتأمل وجه الطفل فبدأ كان مستغرب بعدين شوية بدأ يرتبك الطفل إنه ما في مشاعر ما في حضور هالثمانية شهور هالثمانية شهور أزيدك شوق مو بس كده سار يحاول يلعبها سار هو يحط جهد إنه أتواجدي سار يأشر بيده ويحاول يطلع أصوات وهذا هو الجهد اللي يصير النفسي الكثير من الأطفال إنهم يحاولوا يعني يتواصل ويحطوا الطفل سبحان الله الإنسان مولود بفطرة وقادر على التواصل وبس يحتاج الطرف التاني يشبك معاه عشان يكمل هذا التواصل فسار يحاول يحاول يتواصل معاها بشكل لطيف بعد كده بان عليه الخوف وبدأ يرتبك ويبكي على طول الأم طبعا الرجعة تحت ضدنته وهدع فإحنا إيش نفهم من هذه التجربة إنه عدم التواجد يعني لما نكون بلق من مشاعر لما أنا أطالع في الولد وما عندي مشاعر حاضرة معه ما أتفاعل مع مشاعره ترى أنت ما تتخيل نسبة يعني كمية الإرباك أقولهم لو إحنا يعني لو نشوف أدمغة الأطفال شفافة ترى عجيب اللي يصير النواقل العصبية يعني شفت كيف لما نخاف الليمبيك سيستيم والأميك دو لما ننطقت المشاعر في الدماغ تبدأ تنشط بطريقة مربكة something is wrong الدماغ يقولك فيه شي غلط لما أنا أبكي وأمي برا الغرفة تقول ما حدخل عشان أعلم وينام لوحده وهو عمر الشهور الارتباك معني أنا ما حتفاهم احتياجاتي أنا احتياجاتي مو مهمة عدين تقولك والله بعد تاتا سوي سارينام لوحده لأنه أتعلم من عمر صغير أنه no one is there for me ما في أحد عشاني ما أحد هيفهمني الطفل اللي يبكي بزيادة بصوت عالي هو بيسوي كده لأنه يحس أنه ما حتفاهمني أنا حعلي العيار عشان تفهموني فبالتالي أنا دائما نقول ما أنا بأبناء أني وصل هذا الجهد العاطبي زي هذه التجربة شفت كيف ارتبك وخاف هذا الجهد نفسي ما المفروض يعيش الطفل بقدر المستطاع فتواجدنا والرعاية والشيء الجميل عبد الرحمن سبحان الله وهذا يعني عدالة ورحمة الله أنه هذا التواجد والتواصل ترابة لاش يعني ما يطلب أنك تكون غني وأنك مثقف وأنك شيء يعني كل اللي تحتاجه eye contact تلامس جسدي skin to skin هذه كثير صارت عليها دراسات بزات أول ما يتولدوا يعني أنا ولد طفلتين في أمريكا الأولى كانت قبل 11 سنة كان option skin to skin في المستشفيات الثاني اللي عمرها سبع سنين كان إجباري إذا الأم ما عندها عرض صحي أو اكتئاب ما بعد الولاد وعندها حالنا إجباري أنه لازم يحطون skin to skin ليش؟ لأنه سبحان الله درجة حرارة الطفل تنتظم لمن يلامس جلده جلد الأم يلتصقه ومو بس skin to skin هو بيشم ريحتها بيسمع نفسها بيحسوا أن أنا آمن أنا فيه إنسان بيحتويني فهذا الالتصاق قاعد ينشط الدماغ عنده وقاعد يشكل عنده sense of self جميل شعور تجاه نفسه جميل أنا محبوب أنا مرغوب أنا مفهوم أنا مهم وهذه هي اللبنة الأولى للبناء النفسي السليم للي هي تيجي بعدين ثقة بالنفس واتزان وأمان وتواصل سليم نحن هذا التواجد بس أنت يعني معظم أو كل اللي قلتيه بالنسبة للأم بالنسبة للأب نفس الشي نفس الشي أنا لما أقول طالع في عيونه وناغي وكده هذه كمان للأب يعني نفس الشي أنت باحتاج تحضر دورات أنت طالع في وجهه وناغي وترى هذه كلنا بشكل عام أغلبنا نسويها بس لما نفهم أنه نظرة العين والتواصل والملامسة الجسدية هي ما هي دلع أو ما هو والله بس أنا بأسليه أنا جالس أنشط دماغه وأنا جالس بأخلي دماغه لمولود 20% تشتغل هخليه 80 إلى 90% يكتمل فهذه الثواني من التواصل هي ترى ما هي بس كده تسليه ترى هي فيها بناء عصبي جسدي روحي عاطفي وإنت بتحط البنات الأولى في هذا البناء النفسي لهذا الإنسان فبالتالي هذه اللحظة هتصير جدا مقدرة جدا غالية عليك كأب أو أم بس أنت تقولي أن هذا مجانا بس أنه ما أتوقع لمجانا لأنه يجي على الحساب مثلا إذا الأب تبقى يشتغل يعني 8 ساعات 12 ساعة أو حتى ممكن الأم بتشتغل بدين يرجعون منهكين يعني ف فإنما هي فكيف الواحد يتعامل معه في ظروف هذه الحياة الصعبة يكون إنسان يعني أنا أرجع أقول مرة تانية طيب أنا أشتغل 8 ساعات هارجع البيت ما أصدق أنه يعني أي أب يقول أنا ما عندي وقت لو حقيقي ما عندك وقت معناته ما عندك وقت لا للتويتر والإنستجرام إذا مسكت جوالك ودخلت على هذه التطبيقات معناته أنت عندك وقت إذا أنت والله بتفتح الواتساب معناته عندك وقت تمام فلا نقول إنه ما في وقت تمام ومرة تانية عبد الرحمن هي كيف وليس كم يعني مثلا تقول الأم أنا 8 ساعات في الشغل بس أرجع البيت ما عندي الأربع ساعات معهم لو هذه الأربع ساعات فيها جودة عالية وتواصل جيد معناته هي كافية يعني ما ضرور لازم نقعد 8 ساعات في الشغل وأجلس مع أبنائي 8 ساعات فهي هي هذا الفكرة احنا اليوم مرة نشتغل بلغة الأرقام وهذا غلط هذا هذا اللي أفقدنا إنسانيتنا فهذا رقم واحد رقم اتنين لما قلت أنه أنا أرجع مجهدا من العمل سواء أب والأم ممتاز أرجع مجهد من العمل وعادي يعني أظهر يعني لا تحاول تكون مثالي أمام أبنائك يعني لا تدخل كأنك مكينة ترفع أعلى العيارات في السعادة وفي النشاط خلي أبنائك يشوفوك جاي منهك تحتاج ترتاح تمام وحترجع لهم مرة تانية فهذا التواصل الصح السليم مع أنفسنا وإنه إحنا نبين محدودياتنا وقوتنا ضعفنا وقوتنا سعادتنا وحزننا إجهادنا وعافيتنا هذا يبين لهم إنه ترحنا بشر فهم لما يكبروا يتعلموا من هذه النمذج إنه تسوكي تكون تعبان وعشانك تعبان لازم ترتاح فيفهم الطفل إنه شفت هذه مرة تانية نجح لتجربة الوجه الجامد هو فهم إن أمه فيها شيء غلط وحاول فأطفالنا يفهموا يفهموا من متى؟ من أول ما يتولده من أول ما يتولده يعني أنا تردراسات كتيرة عشان ما بأخذ وقت طويل فيها الطفل يفهم المعاني الفيزيائية من عمره أربع شهور فيه دراسات سارت عجيبة جدا جابه شفت مفهوم الجاذبية في الفيزياء الطفل مولود فاهمه فيه تجارب كثير سارت لبيبيز ووروهم يعني يعني زي القطعة المكعب تمشي والطيح فشافوا نظرة العين والعمليات العقلية يعني حطوا وايرز لأدمغة الأطفال فالعمليات اللي بتصير إنه وكي طاح بعدين جابوا استارة ومشوا المكعب فوق الطاولة خلصت الطاولة بس فيه واحد ماسك المكعب من وراء هذا ومشاها الطفل النظرة وصارت أطول والعمليات العقلية صارت في الدماغ أشد فكأنه بيقول هذه ليه ما طاحت وهذا عمره خمسة شهور ستة شهور فالطفل يدرك يدرك أديك مثال إنت لو بيبي عمره شهور تلفت وإنت في مطعم مثلا وطالعت فيه سويتهلو مع الساحب يبدو يطالع فيك صح؟ هذا يشي يعطيك؟ أنا أفهم إنك أنت الآن تتواصل معاي أنا فاهم إنك أنت أعطيتني وجه وينوت حرد لك هي بابتسامة فإحنا دائما يعني نشعر إنهم إنسان غير مكتمل هو مكتمل هو قادر على التواصل هو فاهم فمتى يفهم هو نازل على دي الدنيا فاهم ومتى تتكلم معه؟ من متى؟ من الرحم من تواجده في الرحم أيوة يخزن الطفل في رحم الأم كثير من الأصوات كثير كثير يعني أنا ما أعطيك بس دراسات يعني أنا تجربة شخصية سارت لي يعني أنا بنتي الأولى كنت تتهية عشان التانية جاية فآخر ثلاثة شهور في حملي كان عندنا قصة مفضلة اسمها Big Sisters Are The Best الأخوات الكبار هم المفضلي فالقصة كانت يعني من بابة تتهية إيش يعني أخت كبير ولما نيجي البابي وماما تصير مشغولة وكيف كنا نقرأها مرة كثير لما طلعتنا المستشفى ما أنسى هذا الموقف يعني عمر بنتي التانية كان عمرها ساعات يعني كان 48 ساعة كان عمرها فكانت في حضني وبنتي الكبيرة جابت نفس القصة Big Sisters Are The Best فأول ما فكيت القصة وقلت Big Sisters Are The Best لينا كانت في حضني دارت وجهها على ناحية أختها وحركتها هدأت أكثر وكأنها بتستمع للقصة وكل ما كانت تكبر كنا من يوم ما نقول Big Sisters Are The Best تهدأ وتسمع للقصة فهذا يعطيك انطبال أنهم ألوف عليها هذه القصة كثير من الناس مثلا تقول لك أغنية طفل مفضلة قرآن مثلا شيخ معين يهدأ فيه كانت الأم تشغل هذا الشيخ مثلا وهي حامل فنعم دراسات كثير أثبتت والواقع يقول لنا هذا الشي أن الأصوات تخزن يعني فإحنا دايما نعتقد أنه عشان هو ما يتجاوب معانا لفظيا وكلاميا هو ما يفهم عشان ما عنده مقدر على التواصل اللفظي هو ما عنده مقدر على التواصل يعني التواصل جزء منه لفظي والأغلب غير لفظي طيب في السلتين الأولى نأخذ هذه المرحلة يعني عادة ما يكون فيه مشكلة عند الأب أنه معرف ش دوره إذا الأم واضحة لحد دماء أو كبير دورها الأب وش دوره في هذه المرحلة أي وهذه ثقافة ومجتمعية شكرا مرة على سؤالك لأنه يعني للأسف إحنا عندنا ثقافة مجتمعية أنه الأم الأم والأب تقريبا الأم مدرسة إذا أعدت هذا من الأشياء وبندفع ضريبتها فبالتالي أعطت هذه مرة ثقافة هذه مرة ثانية ثقافة للأسف أنه أنت إذا أم أنت عبارة عن مكينة صرف أو أنت بس اللي تسلي فمرة ثانية نقول اللي تعمل الأم في أول سنتين التواصل التواصل البصري أنه يشيل الطفل أو غيره هو نفس الشيء أنت أعملوا يعني نفس الشيء مثلاً إذا تبقى تأكله تبقى تلقى هي نفسها هي نفسها يعني نفس الممارسات اليومية اللي تسير وهذه يفترض أنه تسير بالمناصفة يعني أو بلاش أقول مناصفة بس يعني مو لازم دايماً الأم هي بس وظيفتها اللي تنيم الطفل لو الأب يقدر كمانا ينيمه ومريح لأنه هذه ممكن الأم في يوم للأيام تتعب أو تمرض أو تضطر مثلاً تروح خليناً قول لأي ظرفين كان تطلع من البيت فالطفل هذا ما يضيع مو الأب يجلس عاجز وهذا اللي يصير كثير من الأباء يحسوا أنه أنا عاجزة ما عرف أن ييمه ما عرف أكله وهذا ممكن يكون أحد أسبابه يكون خطأ من الأم شاءلة الليلة كلها يعني وأنه أنا اللي حانيم أنا اللي حاسي فسحبت المسؤوليات يعني بشكل غير مباشر ويمكن بحسنية من الأم لكن مهم التعاون يعني وفي دراسة مرة جميلة سموها كان اسمها الأم هي يعني يعني كأنها حارس المرمى في لعب الآباء مع الأطفال في الدراسة بتقول أنه الأطفال الراحة العاطفية والفيزيائية في اللعب مع الآباء أعلى بكثير من الأمهات وأنه تواجد الأم وقت لعب الأب مع أولاده يخلي لعبهم يصير محدود ليش؟ لأن الأمهات دايما عندهم التنظيم عالي لا تكركبوا لا ترموا لا تشخمطوا لا مش عرفه فالطفل دايما يحس أنه ممكن مقيد بسبب كثرة المسؤوليات على الأم لكن لما يكون مع الأب يصير عنده راحة أكتر وهذه الدراسة يعني من الركومنديشنز حقتها يعني باختصار أنه يقوله للأم سيب الأب في حاله مع الأولاد أطلع أنت يا من الصورة وخلي خلي يحوس خلي يلعب خلي مو لازم يمشي بالمنهجية حقتك وهذه واحدة من الأمور اللي نقولها أنه مو لازم نتشابه كأبا وأمهات في التربية يعني بعض الأمهات تقول لك إلعب معهم إلعاب خطيرة يخوف طب ويبي يلعب كده مو لازم يلعب بترتيب زيك مو لازم يغسل المكان بعد ما يخلص إذا هم بديهم يسووا فوضى فتقبل اختلافاتنا كمان ونعطي مساحة للأب حقيقي الأب مرات ما بيأخذوا هذه المساحة مش تمعنا وصحي للطفل أنه يكون هذا التباين في التربية ما بين الأب والأم أي أي التباين حقيقة بين البشر والطفل ذكي جدا يعني أنا متأكد الآن لو الأمهات والأبها تسمعون عارفين يعرفوا الولد لما يبغى شيء من جده كيف يطلبه مو زي لما نطلبه من أبوه عارف أنه جده وعارف كيف أجيب راسه وبابا كيف أعرف أتكلم معه طفل قادر الأطفال شخصياتا في المدارس مو زي في البيت تختلف ليه؟ لأن الطفل يدرك يدرك أنه أنا الآن في بيئة مختلفة في تباين فالطفل مولود هو مستوعب التباينات هذه فإحنا ليش نبقى نخلي المثالية كده ولازم كله يتجابه لا هذه طيب أنت قلت قبل شوية على سارفة البكاء أنه إذا بكي في ناس تخليها علشان يتعلم أنه البكاء مو حل للتلبية الأشياء اللي هو يبغى وفي ناس تيجي تقول أذكر أدري والله إن قريت تغريد أو شي أنه يعرف الطفل أنه يعني بيأخذ كل شيء بالبكاء من أول مرة تشيله عشانه بكاء خلاص انتهت المسألة يعني فكيف تتعامل معها يعني أنت ما تبغى الطفل كل شيء يبكي علشان يبغى أحلاوة يبغى شكولاتة يبغى يضحك يبغى يضلع فيبكي لأن الحل أنك تقول لي يلا ما شو يسوي أنت بتكلم على أي عمر الآن ما أدري والله هو أي عمر اللي يصير فيها المشكلة شو أول سنتين لغته الوحيدة البكاء البكاء فإحنا هذه أحدة كمان مشكلة إن أنا أطالع في البكاء إن هو مضايق أو زعلان أو بيتدلع بس في الحقيقة هو ما هيقدر يتواصل معك بجمل مفيدة وعمره شهور فطبيعي لما هيتواصل صوتيًا معاك هيطلع أصوات وترسال الدراسات حتى على نغمات البكاء أيها فالبكاء مو كل البكاء بكاء في نغمة للجوع للألم البطن للنوم بغيره والأم اللي تكون مرة تانية الأب والأم اللي يكون عندهم حضور وتواصل تريعرفوا وفرقوا في نغمات البكاء وهذه تعطينا عشان كده دايما نقول لا تشتت نفسك وتقعد تتابع حساب حساب دايما نقول هو أعظم معلم للأب والأم هو الطفل نفسه يعني إحنا دايما نقول أعطيني خطوات واحد ادنين ثلاثة اشتر في الحقيقة ما في خطوات طفل يولد وكل ما تواصلت مع كل ما هو حيعطيك الخطوات يعني أنت حتعرف مثلا أنه لما هيبدأ يجوع كيف هيحرك راسه كيف هيطلع النغمة أو غيره في البكاء في أول سنتين قبل ما يصير الطفل متمكن من الكلام هذا طبيعي هذا مو دلع فلو قال ايه وجيت اتواصلت معاه أنا ترى ما بادلعه هو بيحاول وصل لي شيء وأنا تواصلت فالرسالة اللي توصل للطفل أنه أنا قادر على التواصل هم بيفهموني فبالتالي يكبر أنه أنا مفهوم أنا 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 بيفهموني الناس في ناس كبار ده حين مر يتعبون في حياتنا مثلا أنه يحس أنه ما حد يفهمه يبني والله بنحاول نفهمه وما حد يفهمني ونلاقيهم في يعني زوايا كثير في الحال في العمل يطلع لنا شخص زي كده في أشياء كثير يعني نشوف وهذا ترى ما جاء من فراغ هذا جاء من كان يبكي وما حد يسمع له كان يبكي يقول له تعطوه وج فهو فهم ما يسنسو سوف أنه أنا مو مفهوم أنه أنا لازم أصير نكة دي عشان يفهموني لازم أرفع دايماً صوتي عشان يفهموني عبدوني في الاجتماعات يلا دوب أنا بنطرح الموضوع ورفع صوته وعلى طوال بيترفع صوتك هنفهمون بس في الأخيرة أنه أنا مضطرس وكي لأنه هذا يعني بهذا الطريقة أنا سعد الطفل من من ثلاثة لخمسة سنوات هي مرحلة تجميع اللغة ومحاولة التواصل اللفظي من ذلك نقول للأهل أنه إلى خمسة سنوات هيكون ميكست ما بين البكاء التعبير العاطفي عن البكاء أو الكلام أو اللفظ وكل ما استثمرنا في التواصل اللفظي كل ما قل البكاء طبعا كيف أعرف نرجع مرة تاني لسؤالك أنه أنا هذا بكة دلع أنه بس هو بالدول ويدراعي بالبكة كل شوي وأبسكته بالبكة مرة تاني لو كان عندي تواصل وحضور حأعرف يعني أنا مثلا لو أعرف أنه حنيتعشى بعدين حناخد مثلا البسكوت هو قاعد يسوي لي نكه قبل البسكوت قبل العشاء أوكي وطلب مني أوكي ما في بسكوت الضحين بعد العشاء بدأ يطلب بدأ يزن بدأ يسوي بيبكي ومدر إيش أنا هنا ما رح أخضع لهذا البكة أوكي لكن حل ها أحمله لا ممكن صاحبك إيش تساوي طيب تواصل طيب والتفاعل فأنا ها أقول له هنا إحنا سميها التواصل كل ما في الموضوع بس أعترف وش يبقى بش نتوصل رسالة فاهمتك أنا عارف أنه أنت نفسك تأخذ الكوكيج أنا عارف أنه أنت مرة نفسك فيه فهنا إيش الرسالة التي توصل للطفل أنا فاهمتك لا يعني حتوافق معك وهذه كثير من الله اللي خافوا منها إن أنا لو اعترفت كإني يعني بامشي له كلام ولأ يعني كمان يعني الأهل لا بد أنهم يحافظوا على سلطتهم ترى الأطفال وهذه دراسات سارت كثير اللي يتواجدوا في بيئات ما فيها سلطة عليهم ما في قوانين ترى هذول من داخلهم مرة مرتبكين لأنه ما في expectation ما في قوانين اليوم أتفرج عشرة ساعات آيبات بكرة فجأة أبو يعصي بشيلوا مني لا تتفرجوا كثير بعدين إنسى بعدين بهذه الأنسورتينتي أنا ما نعارف إيش قوانين البيت اليوم أكلوني شوكولاتة قبل الأكل الدولاب مفتوح بكرة أمي عصبت شالت علبة الشوكولاتة دستها يعني أنا إيش آخرتكم إيش قوانينكم وهذا يربي كالطفل لذلك أنا أثبت على قوانيني أكون عادي ما شعر بتاني الضمير ما حياكل إلا لما نياكل الأكل المفيد بعدين أديك بس أعترف للطفل أنا عارفة أنك أنت زعلان أنا عارفة أنك أنت تبكي أنت أبغى مش عارفين أنت منزعج أنت أعطي مسميات للمشاعر I'm not it ما حتاش أصلح الشعور وخلي الشعور ياخد وقته يعني هذه واحدة من الأخطاء اللي تصير إني أنا ما أبغى طفلي يبكي أو يحزن أو يغضب ليه طب هو إنسان وما هو علبة بلاستيك خلوهم يعيشوا مشاعرهم إحنا ننمو من خلال مشاعرنا فعادي يصير عندي أنا ديك الساعة قد إن أنا أتحمل البكة خلي عادي يبكي يزن حجل الزيت طيبين يأكل بعدين حنقوله شفت وأثبت على كلامي ههو هذه الحلاوة اللي هذه البسكوت فهذا بس مين اللي يهلع ويرتبك من بكة لهذا الطفل مرة تانية إذا كان عندنا إحنا بداخلنا مشاكل ما انتبهنا له معناته بكاي حسسني أن أنا مني جيدة أنا أمو كويسة I'm not good enough طب من فين جاكي هذا الصوت معناته إذن عندي أخي نقول unfolded issues عندي مشاكل غير محلولة ماني منتبهد له بس هنا برضو بيتطلب أن القوانين تكون تهابت ما بين الضرفين يفضل أيو يفضل طبعا مرة تانية ما نقدر نقول مثاليين يعني ممكن ممكن أنا مثلا خلاص الساعة تمانية لازم الساعة تمانية الناو يجي الأبو بين تمانية وتسعة وحاسم مشكلة ومضاربة يعني خلاص هو يعني وهكذا دائما نقول المرونة مطلوبة يعني طب في نقطة مهمة الحي ممكن هنا ترجي حتى إلى من بداية الولادة في هذا العمر اللي هي أنه الأب والأم يكونون مشهورين فعندهم دواء معامل وكذا فالحل الموجود هو وجود الخادمة كيف أثر وجود خادمة على تربية الأطفال وإيش يأثر على نطجهم تربيتهم أوكي يعني دائما نحن نقول إذا بدأنا من العمر المبكر مرة يعني إحنا أفراد أو بالغين حول الطفل لما نتولد سميموا الكيرجيفر اللي هم مقدمين رعاية تمام مو ضرورة لازم يكونوا الأب والأم ممكن أطراف أخرى تدخل كمقدمين الرعاية إيش مواصفاتهم هدول لازم يكونوا قريبين من الطفل ما يتغيروا كتير على الطفل غريبين مسافة أو العلاقة والعلاقة كمان يكون هذا الشخص قريب ومتواجد قادر على التواصل مع الطفل وقادر على الرعاية وقادر على التواجد ثلاثة الأركان الأساسية اللي حتاجها الطفل فأنا بالتالي لو جاتني عاملة والله خليها تطبخ وتموظف وتكنس وكمان أمسكها الطفل هنا يعني أي تواصل ورعاية وما حيصير فبالتالي كون إنه إحنا بنستعين بأشخاص لازم نتأكدوا هذول الأشخاص على قدر جيد من التواصل فبالتالي يعني النمط اللي يجلسوا فيه مع الطفل أفرغهم يعني ما أجهدهم ما أعاملها مكينة أنت حتين تبهيله وحتموظفي وحتسوي هذا مرة جدا مهم فهو مهو خطأ إنه يكون مثلا فيه شخص كبير أنا يعتني بالطفل فترة غيابي مثلا إذا حسيت إنه هذه الخادمة مثلا ما هي قادرة على التواصل أو غيره طبعا هذا لا يعني أني أنا أقول والله أتركوهم عادي مع الخدم أنا شخصيا أفضل يعني أنا لو علي ما ينترك أبدا مع الخدم يعني وشخصيا حتى ما شويتها الحمد لله يعني إذا الجد أو يكون فيه تبادل ما بين بس مش كل الأمهات ولا أبا عندهم هذا الامتياز فبالتالي إذا فيه شخص ممكن يتولى الرعاية يكون ثابت سبحان الله هذا يأثر كثير على الطفل يعني مثلا بارني تعرف بارني؟ هذا كالضينصور لا 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 طيب كله شو تصورت يعرفتين طبعا بنفسجي أي اللون بنفسجي بارني موجود سنوات مرة طويلة يجب أنه آه يعرفت حتى ترفيزيون في بطنة وشي شكله شكله ترى لسنين ترى ما تغير ونفس الصوت مع أنه على فكرة الراجل اللي يدخل جوه تمو نفس الشخص لمدة سنين بس ليش ثابت شكله وصوته عشان الأطفال يرتبطوا بسرعة معه وهذا اللي خل الأطفال يرتبطوا مع بارني ويحبوه فالثبات عشان كده شايف نفس نبرة الصوت نفس الشكل نفس اللون عشان كده ثبات الكيرجيبرز اللي هم المقدمين الرعاية وتواجدهم هذا مهم بس هل بيأثر يعني ويش أثر سلبي إذا كان مثلا خادمة أو أولا الخادمة أنت هي جاية لنفرض أنه عندها وقت أو أنه فيه وقت كافي أنها تقدر تسويه هذا أو هذا أو أنه نفرض أنه مثل تاني أيها مرة تانية ترى يعني ما فيه واحد سيناريو نقدر نشوفه في الواقع أنت ممكن تجيك خادمة قلبها رحيم وطيب وفعلاً تتواجد وتعطيله وقته وتفهم للطفل تصير حوارات دائماً بينه وبين الأم فيصيروا فهم يفهموا على الطفل وقدرين يتواصلوا فيه ممكن تجيك خادمة أنا جاية بس أباخد فلوس من هذه العيلة وبس فأنا لا عندي لا ارتباط ولا تواصل ممكن يكون خلقها ضيق على الطفل ما تتحملوا طبعاً هذه هو اللي هيأثر على الطفل اللي تتعامل معاك أنه منتج أنت ديتني هو عشاناً أحفظ وغير وما يهمها بس هل الطفل يقدر يعرف أنه هذه أم وهذه مبأم يعني مش بيأثر وجود غير الأم باهتمام أكثر من الأم للطفل الطفل يرتبط مع اللي يقدم له رعاية أكثر والتواصل أكثر فممكن تلاقي وهذه الأسف تسير تلاقي الأم غايبة تماماً عن الطفل ترجع تعبانه ما ليه خلق للطفل في الأخير هو عبارة عن كده يجيها شي جاهز متحمم أكل شارب بس تجلس معه دقيقتين وبعدين تبقى تنام عشان وراها دوام وغيره فهو طول الوقت قاعد مع العاملة فالطفل ارتباط والعاطف ممكن يكون مع العاملة أو مع خادمة في بلد أو مع الجدة أو مع مين الكيرجيفر في الأخير مين يعطيني رعاية حارطبط فيه هذا اللي حيصير للطفل فهو في البداية ما هي مو زي وزيك إحنا كبار هذي أم بالنسبة للطفل مين حيعطيني الرعاية ولا حارطبط معه طيب وش الحلول اللي الحين في حل أنه أنا أعطي وقتي وهذا هو الحل الممثل بس إذا افترضني أنه صار غير موجود فبيصير فيه أنه ممكن خادمة أو أحد مثلا جدة بس إذا افترضني موجود ممكن خادمة بسهل في حل آخر مثلا هل الحضانة ولا المدارس الصغيرة اللي تبدأ من فترة يعني من أشهر هي خيار جيد تعتمد حسب مواصفات هذا المكان يعني الريشيو يفترض أنه على كل ثلاث أطفال واحد يقدم الرعاية في هذا العمر الصغير أيه وهذه الريشيو مثلا معتمدة في السويد أو في دول اللي هي يعني اللي الرعاية تطفل عندهم عالية وقوانينها مرة محددة في ممنوع أنه أكثر من ثلاث بي يعني اللي هي عمر السنتين يكون مع لكن للأسف مرات إحنا موش هذا دائماً الخيار الموجود الخيار الموجود تدخل كده كأنه قدر في شار يعني تسميه تلاقي فيه عشرين طفل واثنين عليهم فيعني الطفل مسكين حاسس أنه أنا موجود في دون المكان بس شأن يغيروا الحفاظ ويشربوني بس وقاعد أسمع صوات بوكة حوليني وأطفال فما هو ما هو كثير خيار صراحة يعني صدقاً أعرف أنه هذه الكلمة ممكن توجع قلب كثيرنا الأباء والأمهات لأن يكونوا أبنائهم في الهادة بس لا الشيء الثاني يعني المدرسة ممكن تتغير يعني أنا اليوم ممكن في أنا لو بيبي أنا عندي دول المدرستين بعدين شفتي جو اتنين بعدين هادي المعلمة غابت بعدين هادي قدمت استقالة جات تاني فما نضمن ثبات الكيرجيبرز اللي يسيروا عليهم الشيء الثاني الطفل لما الأم تختفي فترة طويلة هو ما يفهم إن هي راحة تشغل وجات في دراسات سمعت يعني قرأتها إن الطفل يعتقد إنه الأم خلاص شي سقان اختفت ماتت يعني فبالنسبة له يعني بلاك ان وايد هي موجودة مو موجودة في يصير في خوف عندهم مرة تانية إذن عشان كده نقول إنه يفضل إنه في أول سنتين يكون في نفس بيئة البيت يكون شخص واحد ثابت عليه أو يكون الجد مثلا أو ممكن إحنا ثلاثة سيدات عاملات مثلا نتفق إنه نجيب وحدة ويهيرها مثلا يعني نستأجرها أو هذه أفكار يعني ما عرف ليش الناس كثير كمان ما تطبقها البيت تضل بيئة أنظف أأمن أهدأ فممكن هذه تكون فكرة إن أنا أتفق مع أحد يعني يقدم الرعاية لهدول الثلاثة وخلاص يصير حتى الطفل ما يقعد في مواصلات وأنا ما أكون كأم ولا أب أوصل وأجيب وهذا إجهاد علينا بالنسبة للرضاعة الطبيعية والغير طبيعية تفرق في تفاعل الطفل مع الأم أو لا إلا تفرق يعني الرضاعة الطبيعية سبحان الله عجيبة جدا يعني أولا معدة الطفل إلى ستة شهور يعني تكون غير قادرة على استقبال يعني خلينا نقول مركبات أو أشياء خارجية حليب الأم عجيب سبحان الله إحنا لو بجينا على تركيبة الحليب أول شيء يعني سبحان الله تطلع كميات كبيرة نسبة الموية فيها أعلى بعدين يبدأ نسبة السكر تزيد شوية مع عملية يعني الرضاعة من الطفل فالسكر يبدأ يحفز الشهية عند الطفل بعدين سبحان الله نفس الحليب يبدأ يزيد نسبة الدهون عشان يبدأ يأخذ الدهون ويشبع لما الطفل يبدأ يشبع في فرازات من فمه تلتقي مع نفس سبحان الله يعني ثدي الأم فيبدأ يعرف في الثد إنه هذا بدأ يشبع فيبدأ يخرج موية تخيل هذا الترتيب عمرك ما حتسوي في الرضاعة الصناعية يعني تطلع موية في البداية وخص كله موية وحليب بقر يعني في الخير فهذا الترتيب العجيب سبحان الله غير كده إنه خفيف على المعدة يزيد المناعة بشكل كبير دراسات كثيرة يعني بيّنت أنه سبحان الله رحم الأم يرجع لحجم الطبيع ولمكان الطبيعي مع الرضاعة الطبيعية مع عملية الرضاعة الطبيعية هذا الالتصاق القريب جدا إنه يشم ريحة الأم أكثر طبعا هو حتى الرضاعة الصناعية تخلي الطفل لشم بس ما حيكون زي سكن تسكن جلد للجلد يعني يعمل وقاية للأم كمان من الاكتئاب ما بعد الولادة نفسه عملية الإدرار الحليب والمص فلها فوائد كثير جدا في مادة دهنية تكون في دماغ الطفل تزيد من ذكاء وتتكون من حليب الأم فوائده جدا كبيرة يعني وأنا أعرف إنه مش كل الأمهات كمان يكون واقعين بعضهم هاتجيوا معراض صحية ما يقدروا رضعوا وبعضهم سبحان الله حليبهم ما يكون يعني خليقوا الكافي أو يشعر إنه إنه عندي حليب يكفي للطفل فيجيهم تعنيب ضمير عشان كده دائما نقول القاعدة دو يربست قدمي أفضل ما عندك حاول إنك تسترخي أكثر تتفرغي تاكل الأكل الصحي اللي يدر الحريب والله سويت كله ما قدرت أرضى رضاعة طبيعية إنت قدمت اللي عليك طيب الحين نيجي ما بعد السنتين يجي التحدي هو كيف أقدر أبني شخصية الطفل وين كثير من الوالدين يعني والآباء اللي يهتموا لهذا الموضوع أنه تهتم أنك تبني بس عاد يعني يجي التحدي فلوش الشكل المثالي اللي بنها شخصية الطفل وش اللي منها جينيات ومنها سلوكيات يتعلمها أوكي يعني أولاً هو ما هو منتج جاهز كثير من الآباء يعني أتقد المفروض يسمع كلامي المفروض المفروض إحنا مر عندنا لغة عالية في التربية اللي هي الشدس هذا المفروض يعني في الحقيقة أبناء أنا هم عبارة عن مقادير وعلى مدار الحياة يبدوا ويتكونوا وهذه المقادير تنبني من خبرات الحياة يعني أنا مر مثلاً أتفاجأ لمن أسمع هذه الأسئلة وكثير أسمعها كيف أخلي ولدي يسمع كلام كيف أخلي ولدي ما يعندني كيف أتحكم بولدي الحقيقة الإجابة ولا شي ما تقدر تسوي من هذا الأشياء كلها يعني هم يعني سبحان الله يعني من خلال الحياة وتجاربها هم يبدوا يكونوا شخصياتهم 60% من صفاتنا الشخصية ترى إحنا نولد فيها وراثية البيئة الاجتماعية والعاطفية كانت يعني ممكن تثبتها وممكن تقللها يعني أنا ممكن طفلي تولد عصبي أخذ جينات عمي ولا أبوي مثلاً طفل هذا عصبي بس البيئة الاجتماعية والعاطفية تواصل العاطفي معاه والاجتماعي النمذجة أنا مين في عصبيتي ممكن هذا الموروثة الصفة الموروثة تكون مهذبة أو تصير turn off خلاص أساساً وعندنا مساحة للاكتساب فبالتالي يعني مرة تانية أنا ما أقدر أقول واحد نين ثلاثة كل المطلوب في هذا العمر أنك تكون شخص متعلم قدر المستطاع حاول أنك دائماً تتعلم من أبنائك من التجارب ووفر بيئة عاطفية آمنة بمعنى أنه دائماً قدم الحب وقدم الرعاية قدم هذا التواصل تمام؟ وإيش ما تسير من سلوكيات حاول دائماً تذكر أنت مسؤولية أنت مسؤول عن الرعاية ما أنت مسؤول عن التغيير أو التحكم يعني أنا مثلاً من يجيني طفل يشتكوا الأهالي هذا العمر الصغير مثلاً أنه عنيد هو لازم يصير عنيد ثلاثة سنين ثلاثة سنين سبحان الله يطلع من مرحلة الإيغو سنتر الطفل أول سنتين يكون متمركز حول ذاته فأناه من بعض الطوفان يدخل البقالة يشيل الحلاة ويطلع على أساس أنه هذا كله يملكه وعادي ممستوعي بأنه ترى فيه فلوس لازم تنتفعه وهذا طبيعي ثلاثة سنين سبحان الله الطفل يبدأ يشعر بالانفصال عن هذا التمركز يبدأ يستوعب العالم الخارجي أكتر أنه فيه فلوس أبا فلوس أعطيني وغيره فعلامة هذا الانفصال عن نفسه إحنا نسميها عناد بين قوسين بس في الحقيقة هو بيجرب أنا لما أقول لا إيش هيصير أنا لما ألبس البلوز الصفرة على الخضر هي مي ماشي بس أنا بس أبا سويها لما أمام تقول لي تيبتاكل أنا جائما سأبقول لا لا بس أبا أشوف ما مش إيش يصير فيها أو غير أو يختبر فهم يمروا هنا تبدأ شيء كثير تنضج في شخصياتهم أنا لو ما عندي هذه المعلومة كأب وأم حسويك أنه ند معايا ما يسمع كلام يكسر كلمة يبيعني التعب بس في الحقيقة يعني هذه كل الجهد اللي أنت حاطه عليه كتر هو ما هو كده هو بيحاول يظهر شخصيته فبالتالي مرة تانية إحنا عندنا مثل مرة مريحي يعني نسمي الأوبين هانت الإيدة المفتوحة الإيدة المفتوحة يعني نبدأها أول شي إحنا دائما بعض الثقافات كثير من الثقافات لما أنت رحب بأحد تفتح إيدها فدائما نقول أول شيء دائما رحب بابنك رحب يعني بكل التفاصيل أبسط شيء لما نيصحى الصباح هلي ورحب فيه حسش أنه يوم صحي أنه مونه يعني صخلان ورات أسمع يراته مونه صحي خليه نائم وترى ما ندري أنه إحنا ممكن نسقط هذه الأشياء ويحس فيها أبناءنا لكن لما يصحى وقل له صواح الخير وأهله سهلة ولا لما دائما أقول له قديش وجودك إيش يعني لي في حياتي أنا مرة سعيدة إنك موجود حبس مع صوتك حكاياتك مرة تبسطني هاي السر عندك اليوم في المدرسة أنا أحكي له كمان إيش رأيك اليوم ألبس هذا ولا ده هذا التواصل والتفاولي حسس الطفل أني أنا بهجة في هذه العيل وهذه ترى عبد الرحمة مرتها يعني ما تطلب لا مستوي تعليمي ولا فلوس ونقول مشغولين مستحيل أكون مشغولة عند صباح الخير تمام فهذا يبدأ يعني يثبت الثقة بالنفس عند هذا الطفل اللبنات الأولى اليد المفتوحة كمان شكل تاني لها إن أنا أعطي مساحة له من التعلم في الحياة شكيا دائما نقول للأهل أتركوا لهم مساحة يمروا بالخبرات يعني مثلا لو أحد بسجل جمعة العيل وأخذ لعبته منه لا تدخل على طول شيء لللعبة وأعطي له هي واللفزين خليه يجرب خليه يضايق مو مشكلة خلينا نشوفه شي يسوي يعني حيضرب وحيعصم خليه يختبر نفسه بس لما يوصل لحد خطير أو يصير فيه يعني خلاص تدخل هنا ديك الساعة يده كاد يتمسك الحد فهذا مهم الشيء التاني إنه مهم لما يمروا بحالات انفعالية وعاطفية إن أنا ما نصلحها ولكن أكون بالقرب منها هذا أكثر شيء يعني يخربط الأهل إنه ولدي زعلان كيف أخلي فرحان ولدي خايف كيف أخلي في الحقيقة أنت ما رح تقدر تغيير الشعور على طول بضغط زر أولا أنت أعمل ميرور لهذا الشعور ولدي خايف خليه يشعر بأمن مع خوفه هذا اللي ممكن لو فقدها الإنسان بكرة لما تجي له مشاعر خوف يهلع منها ويرتبك منها إتسوكي إنك تغضب إتسوكي إنك أنت تخاف أو ترتبك هذه المشاعر ما هي خطيرة على الإنسان ولربنا ما كان خلقها فينا لكن كيف أنك أنت تحس بهذا الشعور وما ترتبك وكيف تفهمه كيف تحسه في جسمك كيف تعبر عنه وبعدين بعدين خطوة الرقم الثلاثة أنا كيف أتصرف مع هذا الشعور أوكي فلو خايف تبغى حضن تبغى أن نخرج من دا المكان مثلا إنت لو غضبان من صاحبك طب تبعنا نتكلم معه تبع تأخذ بريك منه تبعه بعد كده ما تروح الجمعة بيت جدتك ما تأخذ اللعب عشان لا ياخدها ولا دعمك نبدأ أن يساعد الطفل أنه يفكر بس أول خطوة أنه ما تشعر به حقيقي وطبيعي وصحي الغضب ما هو غلط والخوف مو غلط متى يكون غضب لما هو يكون المحرك لنا ومتى يكون محرك لما ما نعطي لهذا الشعور اهتمام فالشعور حيتفاقم عشان يبيقودنا لكن أنا أقود هذا الشعور طب بالنسبة للعناد كيف لو عايز يتعامل مع والله أنا أقوله كذا هو يسوي حكس أنا أقوله كذا هو يسوي منذلك يجي ويسوي حاجة غلط يعني طبعا مرة تانية نترك ساحة مرة واسعة إنهم يمارسوا العناد يعني مثلا لو أنه أصر على شيء وهذا الشيء ما يعتبر خطير عليه أو ما يعتبر إنه خلاص خليه مارسه خليه يشعر بأنه أنا كيف أصناع قرار وأشوفه على أرض الواقع الشيء التاني كل ما كانت البيئة منظمة كل ما نظمنا العناد فالطفل لما يعرف إنه والله مو مسموح لي أتفرج أكتر مثلا من نص ساعة حيعنت حيعنت بسعارف إنه هو المكسيمم حقه نص ساعة فهنا نبدأ نعطيهم خيارات تبغى تشوف النص الساعة قبل الغداء ولا بعد الغداء مثلا فهنا أديته مساحة إنه يختار والطفل لما يختار يصير حليف لاختياره وهو خلاص عارف إن أنا اخترت قبل الغد فيحس إنه أنا اللي اخترت فأشبعنا جزء من شخصيته نميناها له يعني العواقب لازم تكون واضحة وهنا نقول له لا تكتروا كثير من العواقب يعني الخطوط الحمرة اللي يتعاقب عليها الطفل ما متفرد تكون لست مرة كثيرة يعني إيش الشي اللي أنا أحس إنه هذا خط أحمر لازم تكون له عاقبة ممكن إذاء الجسدي بينهم مثلا أو السب أو الشتي شيء بسيط بس خلينا نقول والله عصب وقال أنا ما أحب هذه قوانين البيت وبدأ خليه يعترض خليه ما أرسل اعتراض ثاني مشكلة بالعكس هذا دليل إنه هو يشعر بأمان نفسي واجتماعي إني أقدر أكون أنا وأعبر ما أخسر حبي لو أنا قلت إنه أنا ما أعجبتني قوانينكم بس حسب القوانيني في الأخير طيب ويش اللي شعلت هز شخصية الطفل؟ اللي تهز شخصية الطفل أول إن عدم التواصل معه لما الطفل يحس إنه مشاعري مو مهمة وممكن بحسن نية كأبا وأمهات نوصل لهم هذا الشعور لما نيبكي لا تبكي أنت رجال عب عب تبكي فبالتالي يحس إنه أنا فيه إنه دموعي غلط حزني غلط غضبي غلط بس هذا مو غلط أنت إنسان أنت هتغضل فهذا أول شيء يهز شخصيته إنه فيه جزء مني غلط لازم أتخلص منه بس ينوت ما تقدر تتخلص منه أنت إنسان فهذا أول شيء يبدأ يحسسه إنه فيه شيء مني غير مقبول فهذا يبدأ يهز في شخصيته لما الطفل ما تصير عنده ساحات للتواصل والحوار يعني كل ما كان عندنا ساحات للتواصل والحوار وقدر الطفل يتكلم ويحكي ويعبر ويتكلم يشارك كل ما شعر بأنه أنا مهم أنا يعني أنا ليه مكان فيه دراسة جميلة قبل يومين قرأتها هي صح للمدارس بس من باب أولا تنطبق في البيت لقوا إنه الأطفال اللي يصير عليهم ترحيب اندفجولي يعني المعلم اللي يقول صباح الخير يا نايف أهلاً وسهلاً يا أحمد بالاسم اندفجولي لقوا إنه هدول الأطفال يصير عندهم ترتفع نسبة التواجد الأكاديمي اللي هو أكاديميك انجيجمنت أعلى بعشرين في المية من الأطفال اللي ما يرحب فيهم فيصير الطفل متواجد أكتر أكاديمي إيش يعني تواجد أكاديمي؟ يعني حاديك وجه يا معلم حتواصل معاك هحل الواجب هحط جهد فيه فأنا لما أعطي هذا الترحيب وهذا الاهتمام الاندفجول لأولادي هذا يعطيهم تواجد أكثر في البيت يشعر إنه هذه ساحة مشتركة بيننا فهذا يبني الشخصية دايماً نقول إنه يولدوا أبناء أنا بصفات وهذه ما نقدر بعضها نغيرها بس كيف أنا أقدر أحتويها؟ يعني كثير من الأهل مثلاً إنه يكرهوا بعض الصفات وهذه الصفات خاصة أصيلة فيهم يعني مثلاً خلينا نقول تفصيلي يفصل مرة يفكر بزيادة وفين حنروح طفين حنيجي وفين حنسوفي ويتنرفزوا من هذا الطبع هو كده فلا تنزعج من هذا الجزء اللي مولود فيه فهذا عشان مرة عشان ما نكسر شخصية وكيف إنه إحنا نعرف إنه إنت هذا طبعك كيف إنه إحنا يعني نقبل هذا الطبع نحتوي يعني طيب ليس في شخصيات أطفال تكون أقوى من شخصيات أطفال آخرين؟ عوامل مرة كثير بعضها يكون بالولادة سبحان الله يعني بعض الأطفال يولدوا عندهم هذا الظهور الأعلى في شخصياتهم يعني بعضهم يكونوا اجتماعيين واضحة شخصياتهم بعضهم يكونوا لأ يعني هادئين وما في واحد فيهم غلط هذا واحد اتنين طفل تكون بيئة العاطفية والاجتماعية غذت هذا الظهور في شخصيته مو بستر بالبيت على فكرة هذه كمان حاجة تانية مهمة عبد الرحمن يعني كثير من الأهل إحنا اليوم أنا مو بس بأربي أطفالي أنا اليوم الإعلام بيربي جالس معايا المدرسة الأصدقاء ترى في بيئات كثير اجتماعية حول الطفل كل ما يكبروا أبناءنا كل ما هذه البيئات تتوسع أكثر فلا نعتقد أني أنا أقدر أتحكم مية في المية في هذا البناء ترى في عوامل تانية بتتحكم فيه ودائما نقول أنا مسؤولة عن ما أقدم مني مسؤولة عن النتيجة يعني لو تجد تتقرأ القرآن كله نماذج الوالدية كلها في القرآن يعني النسبة الأغلب تقولك أنه النتيجة ما كانت بيدهم نبي الله نوح ولده ما آمن ولا ركب مع السفينة يعقوب عليه السلام يعني أنا لو دائما نقول سبحان الله لو إحنا قاعدين في ولو نبي الله نوح مثلا كان جاس في جلسة الدعم الوالدية هذه حيكون عنده نموذج لابن ما سمع كلامه ما مشي على منظومته القيمية وأنا كثير أشوف كده بالعيادة عندي آباء من أجمل ما يكون منظومتهم القيمية والتربوية سبحان الله يبتليهم الله ابن مدمن للمخدرات مثلا أو ابن راح في صحبة سيئة أو سارت عنده سلوكيات يعني فيها جنوح مثلا ففي الأخير نرجع نتذكر بشريتنا أنا حاقدم أفضل ما عندي بس النتيجة مش 100% نتيجتي أنا فهذا اللي يسبب الاختلافات أنه فيه أشياء كثير يعني حول الطفل ممكن تأثر طيب ويش أثر لما تعطي طفلك مسؤوليات أكبر من عمره بغرض أنك تخليه يعني يعتمد لنفسي أنه يكون أقوى أيها طبعا مرة تانية هذا يرجع لحسب الثقافة يعني أنا أذكر مرة كنا بأمريكا فكنا مجموعة من الطلبة فترة الدكتورة وكنا من أربع جنسيات مختلفة فمعانا واحد من دولة أفريقية وأنا كنت عربية وواحد كان أوروبي وأمريكي كان مرة مضحك أنه متى أول واحد فينا مسك السكين من دولة أفريقية من عمره سنتين هو يطلع إصيد الأسود طيب أنا مسكت السكين على عمر عشر سنين الأمريكي ما مسك هلا على عمره المراهقة فمرة تانية المسؤولية تختلف حسب التركيب الاجتماعي الثقافي وهذا لازم نقدرها يا عبد الرحمن يعني إحنا حتى كمجتمع هنا مثلا عربي أو سعودي وغير وترى المناطق الجغرافية تفتفرك في المسؤوليات المسؤولية مثلا إلا في منطقة معينة ممكن تختلف لكن لو قلنا أن هذه المسؤولية في عرفي الاجتماعي والثقافي أعلى من الطفل هذا ممكن تربك الطفل لأنه الطفل لما تكون هذه إمكانياتي وإنت تديني مسؤولية أكبر من إمكانياتي تربكه ممكن تجهده ممكن تحسس أنه في شيء غلط فيه يعني أنا غلط أنا ليه مني قادر أزبطها هذه المسؤولية مرة أكبر مني فبالتالي يبدأ يحس أنه أنا غلط أنا فيه شيء غلط أو أنا ماني جيد بما يكفي أو أنا ماني مسؤول بينما الواقع أنت أعطيت شيء أثقل منك أثقل من إمكانياتك فلذلك الموازنة ضروري جدا أثر حلاقة أو البيئة نفسها بس برضي هنا علاقة الأب والأم ببعض وتصرفاتهم على الطفل كيف الواحد يحكمها؟ كيف أثرها على الطفل؟ قزك علاقتهم كزوجين كزوجين وأثرها أيوة طبعا هي مرة لأنهم يحصبوا لما يضايقوا لما ينفعلوا أيوة لها أثر كبير جدا يعني دائما فيه كثير يقولوا أنه مثلا أنا كزوجة عيسى بس هذا الشيء وتربيتي الأبناء شيء آخر في الحقيقة أنه هذا الشيء اللي احنا كثير من الأهل ما يعرفوا أنه كل ما كان الطفل الصغر كل ما كان أكثر الشفافية تجاه مشاعر الأم والأب قادر على استيعابها يعني نرجع مرة تانية لنفس التجربة ديكة الوجه الجامد مجرد جمود وجه الأم حس في هذا العمر الشهور وصار حاسس أنه فيه شيء غلط في ماما ولازم أسوي شيء عشان أساعده أساعدها فيه أو أبوي كيف أساعده فبالتالي بشكل مجمل وبشكل تفصيلي بشكل مجمل عافية نفسية كأم أو كأب هي لها تأثير مباشر مش بس على شخصية الطفل حتى على وضعه الأكاديمي صداقاته حياته الاجتماعية بشكل مباشر علاقتنا الزوجية توافقها أو اختلافها يأثر بشكل مباشر يعني الطفل مثلاً لما دائماً يشوف فيه خلاف بين أبوي و أمي فيه صياح فيه عصبية إيش يحس الطفل في أول خمسة سنوات كيف يستقبلوا هذا الاختلاف يحسوا بأنه أنا السبب يعني أنا لما عملت مع ضحايا الحروب لفترة طويلة يعتقدوا أنه هم سبب في الحرب تخيل فالطفل لأنه يحس فيه شيء غلط وهو متمركز حول نفسه فيحس يمكن أنا سويت شيء غلط يمكن أنا يعني أنا السبب فتخيل هذا الجهد الكبير باب ومام بتضرب يمكن عشاني ماما زعلانة يمكن عشاني أنا فهذا الجهد ثقيل جداً على أي طفل إنه هو يتحمله لما يكبر الطفل ويبدأ يشوف الخلافات هنا شعور الأمان النفسي يبدأ يتأثر إنه خاصة لو كانت هذه العلاقة أخذت لمنح العنف إنه ممكن ماما اليوم تنضرب ممكن ماما اليوم تتسب أو تنهان من الدراسات اللي مؤلمة كانت إن الطفل يتأثر أكثر لمن يشوف العنف على الأم من إنه لو تمارس العنف عليه يعني لو الطفل انضرب من الأب يترك أثر نفسي سيء لكن لو شاف أمه اللي بتنضرب يترك نفس أشد من أثره النفسي عليه لأنه أشعر بالعجز وبعدين شخص يفترض إنه هو يكون مصدر أمان ليه يفاقد الأمان في جسده وفي عواطفه وفي كرامته فيدمر حقيقي يعني العنف اللي يصير بين الزوجين سواء عنف جسدي أو عنف لفظي وحتى عاطفي يعني لما الطفل يدخل للبيت ويلاقي الأب ما يطالع في الأم الأم ما تطالع فيه بالأيام ما يتكلموا باين بينهم إنه ما في مشاعر ألفة باين كل واحد في عالم يربك الطفل يحسسوا إنه ما في أمان هما ما هم سعيدين من الدراسات مؤخراً اللي عملتها وأنا تفاجأت جداً بنتيجتها في عندنا مقياس عالمي معروف اسمها يعني خبرات الطفولة الضارة ففي عشر خبرات إذا عاشها الطفل في طفولته تؤثر بشكل كبير على صحة الجسدية والنفسية أنا عملتها مع مدمنين الإباحية الناس اللي عندهم إدمان للإباحية إدمان الإباحية كثير من الناس تعتقد إنه والله هي عبارة عن شهوة جنسية مفرطة بيشبعها بالإباحية المسألة ما هي كده التوامن ما لها دخل أبداً هي عبارة عن أجراح قديمة جداً أو مشاعر أو آلام نفسية يبي يخدرها بأي متعة يدمن عليها بيذر يدمن للفيديو جيمز أو للإباحيات أو للكوكين أو الشرب أو إيش ما تكون نمط إدماني يرفع عنده هذه الخبرات الضارة هاختصل لك هي عنف جنسي يقع على الطفل أو إساءة جنسية عنف لفظي أو اجتماعي أو جسدي أو إبعاد يبعد الأهل منه إن سجن الأب أو الأم تتطلق تختفي أو غيره أو ضعف العافية النفسية عند الوالدين في طفولته تعرف إيش من هذه الخبرات كلها هي رقم واحدة عند مدمنين الإباحية ضعف العافية النفسية لأباهم وهذه اش تعرفها؟ اللي هو لمن الأب يكون مهترق نفسياً لمن الأم تكون تعبانة ومجهدة نفسياً في حياة هذا الطفل في طفولته تخيل أثرها البعيد نحن نشوفه بعيد أدمن بس خلال هذه السنوات أمي مهترقة في عافيتها النفسية يأثر على عافيتي أنا النفسية بالتالي هي ما عرفت كيف تعتني بعافيتها النفسية أنا كمان مع هذه النمذجة ما عرف كيف أعتني بعافيتها النفسية فبالتالي أنا تخيلت افتراضي كان في هذه الدراسة أنه اللي تعرض للإساءة الجنسية هو اللي حيد من على تخيل لسان جنسية طلع ما لها دخل في إدمان الإباحية يعني ما هي من الخبرات الأعلى أعلى خبرة كانت هي صحة الوالدين النفسية فلا نعتقد أنه والله شيبين وبين أمهم ما لهم دخل الصغر لا لو دخل طيب كيف يتعمل الأبا مع هذه المسألة والأمهات يعني زعل جزء من الحياة المساكل جزء من الحياة بتصير طبعا فكيف يتعملوا في وجود طفله أولا يعني نبدأ من البداية أنه الحوار والحوار والحوار مساحة التواصل لازم تكون متواجدة دائما الصعب شي عبد الرحمن لما يعني الزوجين ما تكون عندهم ساحة للتواصل كل واحد ما يشف الحياة بسرعة there is no communication ما في تواصل والتواصل بكل أشكاله الجسدي والعاطفي والاجتماعي واللفظي فلما ما يصير فيه تواصل بالتالي المشاكل ما حيكون لها ساحة تقدر تكون يعني we can reflect on it نقدر نستبصرها نحكي عنها لما ما تكون فيه هذه الساحة فين حتروح المشاكل تضرب في عافيتنا النفسية وعافيتنا الجسدية كثير من الناس تعاني من آلام جسدية صداع مزمن آلام في الظهر في العضام وترى تلاقي أجسادهم ما فيها مشاكل بس عافيتهم النفسية وترى أتفعت الأجساد في كتاب جميل لدكتور قابور مايت اسمه ويندا بادي says no لما جسمك يقول لا خلاص كفاية من يفضل ما عندك ساحة فالزوجين الآن لو فقدوا ساحة التواصل فبالتالي هنا المشاكل تبدأ تأثر في عافيتهم النفسية ومرة تانية الخلاف طبيعي بين الزوجين المشاكل طبيعية الآلام اللي يسببوها لبعضهم أيضا طبيعية ترى يعني أنا ممكن أسبب إحباط وممكن يخذل هذا كله طبيعي ترى مو طبيعي أن تكون العلاقة مثالية خالية من المشاكل اللي مو طبيعي أنه ما تكون عندنا ساحة جيدة للتواصل وليدارة هذه الخلافات أو للحديث عنها أو لل فلما تفقد هذه الساحة تأثر المشاكل بس وجودها بشكل طبيعي أيو ما يؤثر على الطفل لا فأنا خلينا أخذ مثال لو هذا الطفل يعرف أنه بابو وماما مثلا الآن اختلفوا على موضوع نبرد صوتهم متزنة حوارهم مع بعض في اختيار جيد للعبارات في حفظ للكرامة في حفظ للود بينهم في احترام في هذا التواصل حيتجادلوا ولكن حيكون هذا الجدال حافظ لكرامتهم في مساحة جيدة للأخذ والعطاء أنا أشوف أبوي يسمع لأمي بالكامل بعدين يبدأ ياخد ويعطي معاها هذا هو أفضل نموذج تقدمه من النماذج اللي إحنا نخاف منها لما يكون الأب والأم طول وقت سعيدين قدام أبناءهم إيش يصير لأن الحقيقة أنت ما تقدر تكون سعيدة 24 ساعة الإنسان يمر بكل الأبس لكن لما أنا بس أبين الصورة المثالية هالي هذا الطفل بكرة لو كبر ويتزوج وسار بينه خلافات مع زوجته وحس بحزن وبغضب حس في شي غلط أبوي ومي كانوا دايما سعيدين كده المفروض نكون هذه هي الصورة الصح بس في الحقيقة أبوي وأمي أعطوني واحدة صورة نصور الحياة كلها لذلك دايما نقول للأهل كون إنسان قدام ابنك مارس الاختلاف عادي ولكن مارسوا أنت بتحفظ كرامتك كرامة الطرف الآخر يعني بل بالعكس هذا حيعلمهم كيف يعني نتعامل مع الاختلاف حين اليوم مع إن أنت قلت الحياة صارت ريعة الأشياء صارت ريعة بس أحد من الأشياء برضو اللي توقعنا تأثر على حياة الناس وخصوصا من التربية اللي هو وجود التقنية فاليوم وهذا هذا اللي يصير يعني وصعب صعب مرة يعني صعب أنك تتكلم وانت بعيد عن هالتجربة بس هي عشان كده أنا أسألك اللي هو إنه لما الطفل يبكي أبعطيه الجوال حيسكت تماما ويسكت ساعتين خمس ساعات خلاص أنا أنزاه فأنا أقدر أروق فمتى أعطيه جوال متى ما أعطيه جوال أو آيباد متى تعطيه جهاز ويتصفح أوكي أفكرني مشارة أوكي طيب جمعية الطب الأمريكية للأطفال وجمعيات كثير ترموش بس يعني ركمنديشن إن أول سنتين في عمر الطفل الإنسان ما يتعرض نهائيا لشاشات نهائيا ما يتعرض لها لأنه يحتاج مرة تانية لو نقول الدماغ 80 إلى 90% ينمو فهو بحاجة إلى خبرات طبيعية وحقيقية فالشاشة ما تعطيه هذه الخبرة أبدا فلما يشوف أحد يضحك الطفل يحتاج أحد يضحك له وهو يضحك خبرة ذاتية تمام اللي في التلفزيون حيبضل يضحك يضحك طول الوقت مثلا أو يتحرك أو ما هيقدر يكون فيه تواصل مباشر بينه وبينه الشيء الثاني أساسا رؤية الشاشات هي الطفل يحتاج يشوف الشيء 3D يعني بكل الأبعاد الشاشة ما تعطيله فمناطق الإبصار تتأثر نفس الريدييشن نفس الموجات اللي تسير أو غيرها هذه كلها ما هي صحية على نمو دماغه فيفترض الطفل تماما ما يتعرض لها للأسف اليوم الإلكترونيات صارت تشعرنا كأبا وأمهات إنه أسهل وأسرع طريقة إن أنا أسكته طيب سؤال ليش نبغى يسكتب بعد يخلي زن ها مرة تانية قوة التحمل فينا يعني فيه كثير من الناس يحسبوا إن الطفل لما يناغي أو يزن أو كده معناته فيه شي غلط وما فيه شي غلط هو بس منزعج وخلوه ينزعج يعني فينا المشكلة يعني بيصير عندنا هذا القابلين هو يعيش هذا الشعور فهو الآن منزعج ضغطنا زر على طول حطيناه شتتناه شوف تفرج هذا الشيء إيبا يبكي حطيناه قدام هذا شيء فإيش يصير عند الإنسان نحن نختزل مشاعره نختزل إن هو يختبرها أو يعيشها ومرة تانية تراها ثقافة مجتمع يعني أنا أقول لك قبل كم شهر كنت في اليابان وانصدمت تخيل كل مطعم ندخله فيه أطفال ولا طفل على الجهاز وما في لهم أصوات وما هم مزعجين وأطالع في كل مرة كنت أقول أوكي هذه العيلة غريبة هذه غريبة بينطي المجتمع كله غريبين كل طفل كان يجلس ثقافة المجتمع هناك إنه ما يتعرضوا الأجهزة ثقافة المجتمع هناك إنه لو تلاحظ إن الطفل يعني يتفاعل مع الكل اللي موجود فيعني هذا المشهد شفته متكرر الكبار بيتكلم والأطفال معاهم بيتكلموا في كزا طفل شفته عادي عمره ثلاثة سنين قاعد يلعب بس بالشوك طول الوقت إحنا إيش سوينا في أولادنا مدناهم مساحة يمسكوا الشوكة ويلعبوا فيها لا لا خاص خد الجهاز فتلاقين أول ما ندخل للمطعم حطيت شنطة قبل ممكن ما حط شنطتي أو شي حط الجهاز وحط الطفل فإحنا اللي خلقنا هذا الديناميك أو هذه الآلية في تهدئتهم يعني تباني أي سوذيو أهديك ححط لك هذا الجهاز بينما في مجتمعات لليوم معايشة لعبان ما هو خيار لأطفالهم بالتالي سارة الملعقة والشوكة والأشياء هذه البسيطة أعضتهم مساحة إنهم هم يلعبوا فيها أو يتشتتوا مثلا أو غيره فإحنا يعني أنا دائما نقول ما هم أطفالنا إحنا الطفل مولود وإحنا إحنا اللي نقرر فهذه ثقافة هذه ثقافة والدية ما تسكولي من السنتين الأولى هذه خطر وجود الجهاز طيب بعدها أعطي جهاز يفترض أن الطفل ما يتعرض أصلا لأجهز اللوحية يفترض تقريبا في أول عشر سنين يعني عشر سنين عشر سنين المفروض شاشة كبيرة تكون ولها وقت محدد وحاجة تانية افتح شيء يكون مكتمل ليش؟ عشان الخبرات العقلية اللي تصير للطفل هو لما يشوف شيء هو فيه أكثر من عملية عقلية تشتغل في نفس الوقت التركيز الاهتمام التحليل التوقع يعني مثلا إيش حيصير بعد هذا الحدث مثلا أو إيش حيصير يعني تذكر وكنا نتفرش توم وجيري ما عرف إذا أنت من جيل الضينصورات سيولة لا لما كان مثلا جيري يروح عارفين أنه لو خرج هيجيل وتوم فهذه كلها عمليات تحليل توقع وغيره أنا لما نعطي جهاز صغير للطفل إيش يصير كل هذه العمليات هذا الجهاز ما هيسمح له فيها ليه؟ لأنه إيش يصير عند الطفل سكرول هاله يصبح وسموها الآن اللي هي سكرول سبكتروم سندروم إن أنا حفظة بس بأصباعي لو تشوف الأطفال كيف بس بأصباع وما عد سار عندهم الأتنشن السباني اللي هي مدة تحمل أو التركيز كل ما لها عند البشر بدأت تنقص ليش لأنه أنا عندي خيار إنه أنا بسرعة أطلع ما بتحمل فتخيل هذا الطفل الصغير لما ما يتحمل وما يبي يستنى فبالتالي كثير من العمليات العقلية اللي ممكن يستفيد منها لو شاف شي في شاشة و20 minutes راحت منه وإن أنا حاطير فبالتالي هذا اللوح الجهاز اللوحي هيشتته يقلل تركيزه أكثر يعطي له انطباع وهذا اللي اليوم إحنا ندفع ثمنه إنه كل شيء يقدر يغيره بضغطة زر بأصباعي فأنا مثلا دحين أبغى تشترولي شيء هيا دحين هيا دحين ما عد قادر مقادر استوعب إنه إحنا لازم نركب سيارة أو نروح أو غيره للحين طلبين من جوالك فشعور الطفل إنه كل شيء يصير بضغطة زر وبالتالي شعور الإحباط حيصير متفاقم عندهم لأنه الحياة مهي بضغطة زر وكل ما هيكبر في الحياة حيلاقي إنه العلاقات مهي بضغطة زر النجاح مش بضغطة زر الدراسة مهي بضغطة زر فهنا يبدأ يصير أنا تعودت إنه كل شيء يسوي بصبايا كده أنت تشوفي مثلا هنا إنه تك تك خطير جدا طبعا 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 شيء الثاني عبد الرحمن يعني الدراسات تقول إنه الطفل قبل سبع سنوات طفل من كل ثلاث أطفال يتعرض لي محتوى إباحي قبل سبع سنوات أنا سارت معايا شخصيا بنتي كانت صغيرة عمرها أربع سنين طلبتني كان عندي في الآيباتي بتنزل لعبة ترسم فهي عمرها خمس سنين واللعبة كانت ثري بلس طيب فآمنة وتلوين ترى فأنا بس بحملها وسبحان اللي خلاني تعرف دائما إحنا عبل ما يتحمل ممكن أقول لي الله ده حين يتحمل وشتغل وألوني بس مسكته وأنا واللعبة بتحمل راحة تحميل وجاء مشد إباحي كامل كامل مو كرتون مو شيء وما في أي زر أضغط عشان أكفله فإجباري حتفرج عليه يعني كمية الرعا اللي صادتني يعني لو لثواني أنا أعطيت اللوح وبنتي جنبي بتنتهك وبيساء لها جنسيا بهذا المشهد اللي باحي فطبعا من بعدها شار عندي رعب يعني ما في لعبة تتحمل ما في شيء نلون نلون على لأنه ما تضمن وش الأثر اللي بيحصل على الطفل من مشاهدة إرباك لأنه إيش هذا المشهد اللي أنا I have no clue إيش بيصير يعني ليش مثلا بدون ملاحبس إيش قاعد إيصير ممكن يفسرها تفسيرات حسب خياله هذا مثلا ضرب أو هذه أذية أو غيره ممكن إيثير عنده الفضول ويبدأ يبحث وهنا وكثير من مدمنين الإباحية اللي مروا علي أنه بدأ معاهم فضول أني أنا شفت مشهد بعدين أعرف أكثر وطبعا المحتوى الإباحية العالم الإفتراضي هذا مليان مليان ومليان أنا أتخذينا ثلثة ظاهر المحتوى اللي في الإنترنت سيبقى فهو عالم غير آمن غير آمن تماما فدايما أقول ليش نغامر ونحط أبناء أنا عليه طيب إذا توك توك واضح بالنسبة لكنه على طول يبدأ يغير كل شيء يكون ضغط زر قدرته في تحمل الأشياء تصير ضعيفة طيب لو أعطيتها يوتيوب للأطفال أو نتفليكس للأطفال نتفليكس يمكن شوية يختلف يعني هذه الابليكيشن اللي هي فيها هذه أولا تعطيهم إبيسود لو تلاحظ يعني يعني البرامج الأطفال إلا يعني يعني تكون جيدة تلاقيها 20 منتس عادة وهذا هو الاتنشن للطفل 20 دقيقة 20 دقيقة تمام كافية ويفطرد خلاص خلصنا انتهينا نكفل ما عاد يعني لأنه أنت تبدأ تقلص عليه فرص تعلم أخرى يعني أول شي يقولوا للآبا والأمهات خلوهم يطفشوا كثير من الأهل يرتبطفشانين إيش نسوي فيهم لا توقفهم هاي جيني هون أثري اللي معطي الجوال لا تجيني لأنه يعني يزعجني أنا ما أبغى يبكي أنا يزعجني صوت المكافة أنت تقولي خليه يبكي لا ما أبغى يبكي نرجع مرة تانية طيب هو ليه يزعجك وبيبكي طيب بسيدي الجوال أدى المأفع سكتها إي مو حلو لأنه لأنه أنت بتعرضوا لعالم غير آمن طيب هذا واحد اثنين يعني كثير دراسات صارت أرتبط الإبداع بوقت الفراغ وبين قوسين بالطفش يعني في دراسة صارت حطوا مجموعتين عشرين عشرين شخص ودهم كاسات بلاستيك قالوا لهم طلعوا أشكال مبدعة مجموعة حطوا جوالاتهم معهم المجموعة الثانية سحبوا الجوالات هدول أربع دقائق سووا شكلوا وقعدوا على جوالاتهم هدول جلسوا ساعتين وأبدعوا وطلعوا لأنه I have no option ما عندي غيرهم أنا تجربة الشخصية نفسها شي على أطفالي لما يجي جزت الصيف خلاص ما عندكم غير هذه العشرين الدقيقة اللي تتفرجوا فيها ما تتطيرهم عشرين دقيقة عشرين دقيقة على التلفزيون في اليوم في اليوم أوكي يطفشوا ما عندك جوال نا طبعا Ipad نا لا جوالك ما تعطيهم لا طبعا لا لا ولا يعرفوا الباسورد بس إيش اللي يسير خلينا نقول لك السيناريو ما هو مثالي يتحضموا يزعلوا إن شاء الله ما عرف إذا يشوفوا هذا الشيء يزعلوا ويضايقوا وإيش نسوي لكن أذكر نفسي إنه بكرة رح يشكروني لإنه يحتاجوا هذه المساحة تعرفش يصير يا عبد الرحمن هيخلصوا مرحلة الحلطمة والإعتراض والمدريء والله حقيقة بعدها يروحوا على مرحلة جميلة جدا يعني كل شيء في الحياة تتخيلوا يسووا يطبخوا يرسموا يقلبوا دواليبهم يرتبوا الشياء صدقي يحسوا ما يحتاجه يطلعوا أشياء يبدوا يشغلوا نفسهم وهذه رسالة مهمة نعرف أنه أنا ماني مسؤولة عن تعبئة فراغ وقت ولدي مية بالمية هذه مية مهمتي طفشانين طيب أنتوا لطفشانين تصرفوا أنا ما نطفش ما جاء أقول لكم أنا طفشان أنا أتصرف أروح أدبر نفسي فيتعلم الطفل إحنا سميها الـ اللي هي تنظيم يعني تهذيب النفس وتنظيم النفس والسلف أورجنيزيش أنا كيف رتب نفسي فإذا ما عطيناهم هذه المساحة ما رح يعرفوا اكتشفوا نفسهم ولا هواياتهم ولا إيش يحبوا سلبنا أطفالاً الكثير صراحة بسبب هذه الأجهزة فمفترض إلى عشر سنين ما يأخذوا أو لا؟ يفترض أنه أي وما يتعرضوا لهذه الأبليكيشنز يعني كثير دراسات صارت مثلاً على سناب شات أنه السلفي مثلاً أنه لقوا أنه المراهقين بيأخذوا من 42 صورة إلى 65 صورة في اليوم الثاني لاحظوا أنه نسبة الرضا عن أشكالهم بتضعف مرة كل ما أخذوا سلفي لأنه يصير مرة فيه تركيز وعلى الفلتر يديني option أني أنا أقدر أكون زي ما أكون الحواجب يمو عجبتني أغيرها فمي مو عجبني أغيره أدينوهم إمكانية منزيفة فبالتالي لما أخلص الفلاتر هذه كلها واللايكس اللي بسرعة الريورت سيستم اللي يصير في الدماغ وطالع في وجهي في المراية مش بنفس الحواجب إلا في الهادة ولا كده البودي إيميج والسلف إيميج يبدأ يتراجع وهذه لكوها كثير وثقة تتراجع في الدراسات كثير سارت أنه كل ما جلسوا على هذه المواقع كل ما نخفض تقديرهم لذواتهم أكثر لأنه يبدأ يصير عندي the more likes I get معناته أنا أنا جيد فشعوري أن أنا جيد حيجي من likes وcomments وكذا وبينما هذا مو هو الريورد الحقيقي للإنسان طيب بالنسبة لل playstation مثل واحد يبدأ يلعب أو يخلي الطفلة يلعب بحكم أني أنا باتح قدر أنه يختلف تماما عن أنه يتفرج مقاطع هنا بيشغل مخ يبدأ يتفاعل مع المدر وشلون فيقدر يعني أحسن جالسي حرك دماغا صح وفي دراسات كمان سارت أن الجراحين الشطار لقوا أنه من أحد صفاتهم كانوا يلعبوا بالplaystation لأنه يديك سرعة بديها متى تعمل بالزات الجراحين اللي يعملوا الجراحات بالأجهزة عن بعد فهي ما هي شر مثلا لكن دايما نقول بعد سبع سنوات ليش لأنه العضلات الدقيقة في يد الطفل ما تكتمل إلا بعد سبع سنوات كنتشوف خطهم كبير ولمن يمسكوا لهذا لأنه ما يكتمل نموه يحتاج إلى يعني مرة تانية يلون يرسم يعجن ألين تكتمل فلما أمسكه صغير حتى لو تلاحظ الطفل في أول ست سنوات ممكن يتأتي لأنه سرعة العمليات العقلية عنده لسه مش متزنة يفكر بسرعة ويتكلم أبطأ يعني فيتأتي أو غيره فنقول أول سبع سنين يفضل إن هو ما يتعرض لكن لو بده يلعب بعدين فيها مرة تانية الكم مهم كم عدد الساعات لو أخذ ساعات معقولة مساعة مثلا ساعة متقطعة فيها بريك إحنا نفسنا الكبار هذه اللي يسموها عشرين عشرين إنك أنت بعد عشرين دقيقة من الشاشة تغمض عينك عشرين ثانية تطالع على مسافة عشرين متر عشان الإبصار ما يتأثر فلو هذه التقنيات موجودة عند أبنائنا فيكون عندهم تعامل ذكي مع هذه الشاشات يعني أنا أحتاج أغمض عيني ما أطالع وقت طويل يعني طيب في شغلات كانت موجودة زمان ونحن اختفت يمكن أن كانت مضر زمان ومفترض أنها اختفت الحين أو العكس ما أعرف اللي هو أنه يطلب من البيت اليوم الطفل يولد يطلب من البيت يعني غير المدرسة ما يطلع بتصلا يعني يمكن يجي عمر 12 سنة ما عمره راح إلا أماكن معين يعني الحارة والحي صلة فيها تماما من قطعة بينما أول كانت موجودة بس أنه أول أنت تخليه مع أولاد الحارة اللي ما تعرفهم مع مخاطر أنت ما تعرفها ممكنين نسريق ممكن ندريش فدائما الأهل يحمونهم بيبقاهم داخل المنزل أو إخراجهم في أماكن معروف وين بالضبط يكونون فكيف كيف صارت اليوم هل هي مهمة فين أنه يطلع أيو أيو وصح نشوف كل الزمنين لها مميزاتها ولها مضارها يعني أولا كانت الميزة أنه مهاراتهم الاجتماعية أعلى مهارة الطفاوض يطلع الحارة يدبر ولكورة يدبر وملعب فكان عندهم مهارات أعلى يضاربوا مع الكبار وغيره ففي مهارات كثير اجتماعي دراسات كثيرة حتى صارت واحدة منها كتاب رائع هو كان لدراسة استمرت سبع سنين Unequal Childhood فالباحثة درست العوائل الفقيرة اللي هم آباءهم في الشغل والأولاد في الحارة أيو والعوائل اللي هم لا يرجع من المدرسة يروح نادي كرتين بعدين تنس بعدين منظم جدوله فلقوا أنه هدول لما نكبروا وعندهم مهارات اجتماعية وفي التفاوض وإثبات الذات أعلى مرة بكثير كانوا أكثر تنظيم أنه خلاص جدول يتعبى لي فهنا في مميزات وهنا في مميزات الميزة اللي فقدناها اليوم أنه فعلا في كثير من خلينا نقول التجارب الاجتماعية سلبت من أبناء أنا أو صارت ضئيلة يعني محدودة بس في بيت العيلة أو بيت الجد أو في المدرسة ما عدت صار في هذه البيئة الاجتماعية وفي نفس الوقت ترى برضو ما كان هذيك الصورة مثالية مية بالمية لأنه كثير قصص يعني اليوم مثلا أشوفها بالعيادة عندي يكون بالأربعين والخمسين تعرض لتحرشات جنسية لما كان في الحارة تعرض لإذاءات تعرض لغيره لأنه كانت الدنيا مفتوحة يعني ما كان فيه رقابة مرة يعني اللي نقدر نوازن فيه اليوم إنه قدر المستطاع وهذا العبء اللي اليوم علينا كابا ما كان موجود في الأجيال اللي قبل إن أنا كيف أوفر له ساحات اجتماعية صحية فبالتالي مثلا وكان ما عندي غير البيت والمدرسة بس كيف ممكن مثلا أشركه في نادي حق رياضة مثلا في وسط الأسبوع ونهاية الأسبوع حب ركوب الخيل حب تنس حب أحاول أسوي هذه المجموعات اللي هي خارج إطار المدرسة وخارج إطار العيلة بقدر المستطاع طبعا هذه يعني ترمي علينا ثقل وجهد من زمان آباءنا والأجداد كان هو ياخد قيلولة العصري وأولاده خلاص ستوفر لهم فور فري لا أشيله بسيارة أو أودي بس نرجع نقول عبد الرحمن كل زمن يتغير متطلباته تتغير تحدياته تتغير فنواكب بقدر المستطاع نسدده نقارب يعني رغمني أحسن أنا أكثر أمانا من أول أيوه بس يعني مع ذلك أيوه يعني الأطفال ما يطلع بر البيت يعني نهائيا فعلا أيوه فعلا يعني ما بدي أقول للأسف بس هو فعلا يعني هذا الشكل اجتماعي أو ساحة اجتماعية ما عد سارت موجودة زي أول لأن كلما تطلع وتودي مثلا ركوب الخير أولا تطلع وتودي متروين أنت في الأخير جارس أنت عارفة أنت ودي صحيح بتحدي فالآن كيف ممكن نتغربها كيف هل أخلي تعرف على أصدقاء هل أنا أختار له أصدقاء مش الأشياء اللي أنا أسويها أشار أنك تعطي هذا البعد الجديد من الحياة نسدد نقارب يعني أولا شي أنت تعطي الأساسيات في اختيار الأصدقاء لما أنت تبني العلاقة العاطفية الآمنة بينك وبينه من عمر صغير أنت حطيت أمان نفسي الأمان النفسي يعكس في الأمان في الاختيار فالطفل بوصلته حتكون آمنة من جوه يعرف إيش العلاقة الآمنة والعلاقة المؤذية لأنه هو أختبر وعاش في بيئة آمنة عاطفية واجتماعية نعرف إيش المؤذي ولا لا فبالتالي أنا لما أعطي أنا لما أتحاور وأتواصل معاه لما أنا وأبوني اختلف واختلافاً يكون صحي وراقي وكيف نتجادل ونتفاوض ويصير التنازلات هذه كلها إحنا نسميها لبنات أساسية وخلينا نقول الفونديشن الأساس اللي يخرج الطفل للعالم الخارجي محمل بي فدائماً نقول ما أحتاج أشتغل كثير على صداقات وحتاج أشتغل على ما قبل الصداقات لما يخرج للمدرسة ويبدأ يختار الصداقات ما المفروض نتحكم مية بالمية في الصداقات خليه يجرب خليه يجرب يختار بعض الصداقات يعني ممكن أنت تشوف متى أدخل لما فعلاً أحس في خطر محتم على ولدي لما مثلاً أعرف أنه هذا الولد مثلاً مدمن للمخدرات مثلاً أو مثلاً بيدخن في عمر مرة مبكر وولدي ممكن يعني من باب البلند إن أنا نخلط معاك حتنازل عن هذه القيمة اللي تربيت عليه وحاخد معاك الجرب مثلاً تدخين وغيره من عمر صغير هنا ممكن يكون مرة تانية نرجع لمنهجية الإيد المفتوحة أنا إيدي كده ترك له ساحة فيها بس لو وصل للحد الخطير حوقفه حفض حد يعني ممكن يمروا في أثناء الصداقات وهذه اللي دائماً يصير كثيرنا الأهل يصير عندهم حماية مفرطة على هذا الموضوع مثلاً ممكن ما بدي أسميها تنمر بس ممكن أصدقاء مثلاً يعيشوا مواقف مزعجة أو مؤلمة أو بايخة ما المفروض أحمي ولا أتدخل يعني خليه خليه يجرب هذا الألم خليه يجرب إنه لما صاحبه مثلاً يتكلم من وراء ظهره وانزعج والله ما رح أروح على قروب المهات مين ولا تتكلم ولا أروح على المدرسة الضارب أتركوا المساحة لأبناءكم ينموا اجتماعياً خليهم اختبروا نفسهم أولاً خليهم يتألموا لكن أكون على مسافة الصفر من ألمه أكون قريبة من ألمه ابني ما يحتاج مني يغير عواطفه يحتاج مني أكون جنبه هو بيتألم اسماء صلح هذا الألم تواجده حيساعده هو يبدأ يتعافى من هذا الألم فأنا لما أكون قريبة منه إنه صح مرة مؤلم مزعج يقهر يضايق حقلك تضايق خليه يتكلم يفطفض يعرف أني أنا لو إيش ما قلت عندي مساحة آمنة في البيت بعدها هنا خليه يجرق ممكن حي يجرب أنه هو مثلاً يتراجع ما يواجه بعدين يلاقي أنه عدم المواجهة خلى صاحبه يتمادى فإذاً حيتعلم أنه لا ما رح أبعد حواجه ممكن يجرب يكلم مدرس اخذله فيتأخذ درس بالحياة أنه ترمو كل حولك حينقذك في ناس تخذلك وكثير من الدروس إحنا ترى مرة بنحمي بأطفال أنا حماية مفرطة كثير هذه الأيام هذا اللي ألاحظه كثير هذا مدر على الأطفال طبعاً طبعاً لأنك أنت جالس ويحده مختبر يعني يصنع منه كثير من المهارات أنا لما أحدد هذه الخبرات ودائماً أتدخل ما خدمته يعني وأنا ما حعيش لما العمر كله وما حكون معاهم 24 ساعة في حلقة سابقة كانت مع دكتور عبدالله سبيعي كان يقول إذا ما أتعلم الطفل المهارات الاجتماعية هو صغير لأن يتعلمهم كبير فعلاً وهو يعزه اليوم لكثير أنه تلقى ناس يعني أخذ طفلك في أماكن أكبر من مثلاً إذا كان ولدت روح تديه المجالس الكبار إذا كانت بنت زكية هل هذه جاسة تفيد ولا هي مضرة بالنسبة للطفل مفترض كل طفل يعيش عمره الحقيقي فقط وما يطلع من هذا يعني مرة تانية ما في إجابة مرة كثير محددة يعتمد مثلاً مدى قابلية الطفل الاجتماعية استعداد وغير ولكن بشكل عام إحنا نقول يفترض أن نحن نعرض الأطفال يعني خليه نقول مجالس اجتماعية يعني أنه لو الأب حب أنه ياخذ ولد المجلس الكبار بالعكس يعني هذا الشي يشجع ولأنه خليه تعلم مثلاً خليه يشوف نماذج كبيرة من الكبار خليه يشوف أبوه في هذا الوسط الاجتماعي البنت يشوف أمها مثلاً في جمعات عائلية التواصل مع اختلاف الأجيال ينمي يعني يكبر وكثير برضو دراسات صارت أنه الأطفال اللي عندهم تواصل عالي مع أجدادهم عندهم ذكاء اجتماعي أعلى عندهم خبرات اجتماعية ومهارات اجتماعية أخذوها بسبب احتكاكهم بهذه البيئات فبالعكس يعني نحن نبغى الأطفال يعني من عمر صغير أنهم هم يعني يتواجد في هذه البيئات طيب اليوم المحتوى يعني الانترنت يأثر علينا كلنا يعني الكبار الصغار بس بالنسبة للصغار تأثيره يصير أضخم فواحد بيكون اللي هو عامل اللغة بمعنى معظم المحتوى اللي بيكون محتوى غير عربي التنين وهي النقطة المهمة هنا اللي هو محتوى الثقافي والقيمي والمعرفي فهي كلها قوة على قيم ناتفليكس ولا قيم غربية وغيره وكذا يعني حتى فيه واحد من الأصدقاء بكان يقول أن بنت الضار كانت تسولف معها على الهالوين وأنها تعرف وتقول ليش يسوون زي كده مدري عايش زي كده فهو استغرب من معرفتها بهذا هذا الشي قام سألها إذا تعرفين عيد الفطر ما كانت تعرف عيد الفطر واو يعني يمكننا تعرف أنه فيه شيء سنعيد بس نتعرف شمع عيد الفطر متفاصيل الهالوين فشوف يعني كيف اليوم نقدر نتعامل معنا الموضوع بالضبط اليوم العالم قرية صغيرة وفعلا يعني كمية الانفجار الثقافي والمعلومات لأطفالنا صارت أسرع وأكبر وهذا ترى حتى كمان خلق فجوة ما بين كثير من الآباء وأبنائهم وهذه مشكلة هذه الفجوة لأنه ممكن الولد طالع أنه أبوي ما يفهم شيئا كثير أنا أفهمها فيشعر أنه أنا متمكن وأعلى منه الأبوي يحس أنه أنا ما أفهم شيء فبالتالي يربك ويهلع وأنه يحس أنه أنا في قط السيطر أنا بيعرف شيئا أنا ما أعرفها فيبدأ يحس أنه محدود وهذه ترى بتخلق صراعات بينهم لذلك لو جينا من الأوائل الخط نرجع مرة تانية أنه ما المفروض يتعرضوا لهذا المحتوى في أول عشر سنين بشكل مفرط فتقليل عدد الساعات تحديد المواقع اللي يدخلوا فيها حجب هذه الأبليكيشنز اللي تطلع لهم كل شيء بوب أب تيك توك والسناب شات وإنستجرام هذه كلها تعملهم حماية المستقبل هل سهل يا عبد الرحمن؟ لا مرة موسهل أنا ما بحكي هم يدخلوا لهذه الأشياء ممكن أكون أنا الأمة الوحيدة وسط كل الأمهات فبالتالي يصير في ضغط عليهم مش معنى إحنا صح مهمة فهنا مسألة تثبات مرة تانية كيف أثبت كيف أهدأ تكون رؤيتي أبعد من اللحظة الحالية كيف أطول بالي وأستوعب انزعاجهم وعرف إن هذا انزعاج طفل فما يسحبني جوة انزعاج وأصير أنا كمان فايروم ومنزعج جزي بس خلاص وأشكت ولا كيف يصير عندنا هذه السعة الفكرية والعاطفية أنا أحتوي هذا الانزعاج بس حظل ثابتة فمرة تانية نرجع نقول أنه أنا كيف من البدايات يعني أحاول أقن قدر المستطاع هذا هيعطيني يفترض مساحة وهنا نرجع كده نقول في أشياء مو بالفطرة في أشياء لازم إحنا سويا مع ابناء أنه تسير عند الساحة للعطاء مع ابنائي يعني أنا مرة أستغرب برضو نفس الشي مرة كنا برضو أياما كنت عايشة بأمريكا كان في طفل سعودي عمره عشر سنين فكان يوم عاشورة كنا صايمين فهو بيسأل بنتي إنه ليش كنا متجمعين شان نفطر مع بعض إنه ليش صايمين فقالت له هذا اليوم اللي ربنا أنقذ فيه موسى عليه السلام قال لها إذ هي أغاد هو رب فهي قلت له لا هو نبي قال لها هو النبي حق مسكينة بنتي طالت قلت له أمه ما يعرف طيب وصدقا ممكن كثير من الأهل يوصلوا أولادنا لعمر عشر هذي في أمريكا هذا سعودي هو طفل سعودي ولكن في أمريكا فإحنا السؤال نسأل نفسنا مين رح يوصل هذا الإرث الكبير عن الأنبياء وعن اسماء الله الحسنى وعن هذه الأشياء مين رح يوصلها اليوم المدارس ما عد سارت تلعب هاد الدور مثلا الزمان كانت فيه يجي الآبانا وهجداد أنا مثلا الجد العم إمام المسجد غيرها اليوم هذا على عاتقي فبالتالي نرجع نقول أنه إحنا فعلا اليوم يقع على عاتقنا فأنا ما سميها تربية حديثة في الخير ما هي والله بس اليوم أنا فعلا أحتاج أخصص هذا الوقت أنقل هذا التراث وننقل من عمر مرة مبكر أبناء أنا لازم يعرفوا الامتداد دينهم هو أنت لما توحد الله ترى فيه أمم قبله قصص جميلة يعني حتى تكون مسلية للطفل وفي نفس الوقت تبدأ تعطيله صورة مين أنا كإنسان في هذه المعمورة من فين جينا كيف البدا كيف بدأ؟ كيف بدأ؟ من يوم ما يبدأ الطفل ينطق ويأخذ ويعطي بالكلام ثلاثة سنين أربع سنين يختلف من استعداد يعني أنا في مثلا من بناتي من ثلاثة سنين بدأت في بعضهم من أربع سنين ونص أنت كأم تعرفي كأب تقدر متى حيستوعب حيأخذ إيش القدر بس مهم إنه إحنا نوصل أشكال نرجع مرة تانية الهالوين وعيد الفطر هي مسؤوليتي أنا يعني لا أنتظر إعلامي وصلها الأولادي أنا أحتاج أحكيله أنا أحتاج أوصل هذه المعلومات ومو بس مجرد والله تنظير وفلسفة نحتاج نعيشها حقيقة معها طيب فيه نقطة أنت مهمت بتيها وما أعرف كيف تتعاملي معها كيف تتعاملي معها أنه أطفالكم لحيدي اللي ما عندها مجيزة وما يروحوا عند أعمامهم والأخوالهم ويقول كل الأطفال مهم مجيزة لسح نلعب نسددهم قارب مرة تانية ممكن نقول إذا أنتوا هتروحوا يعني مرات يقولولي هنروح هناك وفي لعبة هنلعبها كلنا مع بعض طيب إذا أنت عندك مثلا ويكيند ساعة طيب هذه الساعة كم منها تستخدميها في البيت وكم منها تاخد الجهاز تروح تلعب معهم هنا بإنت هنا تعلموا ترتيب الأولويات صناعة القرار حل المشكلات فإنت سيبها لكم إنت لكي ساعة تمام؟ والجهاز بأبليكيشن حينطفي حطفي من عندي حينطفي مثلا خلاص هذا التايم لميت فبالتالي يصير عندهم يسددوا ويقاربوا هل كل الأيام نمشي بهذه المثالية؟ لا طبعا تيجي أبس ونداونز مثلا في أيام مثلا ممكن والله يقولنا ساعة واخدوا راحتهم سارة ساعتين بس يعرف الطفل أنه ليش وحاجة تاني كمان عبد الرحمن مرة مهم مو بس والله ممنوع تتفرجوا أكثر من ساعة ولا من نص ساعة وبس يعني عشان تخلي طفلك حليف معاك بهذا القانون لا بد أنك تشرح له يعني مثلا بناتي يعرفوا إيش الخطر اللي يصير على أدمغتهم أوريهم صورة الأدمغة نيرو ترانسميتنج إيش يصير في الدماغ لمن يفضل يلعب فيديو جيمز لثلاث ساعات ولو لعب ربع ساعة كيف الفرق كيف الاندفاعية في الدماغ الدوبومين كيف يشتغل وهذه كلها معلومات علمية بس نبسطها لهم بحيث أنه يعرف أنه صح أنا من مصلحتي أني أنا أوقف صح مو مرة عاجبني هذا القرار بس أنا فاهم ليش طب بالنسبة للغة اليوم أتلقي كثير بالانجليزي كثير من المدارس وحتى من الروضاء والدرس اللي ما قبل الجدائي كلها بالانجليزي نادرا يعني في بعضهم الميزة الوحيدة لهم أنهم يدرسون بالعربي صح كيف أثر اللغة على الطفل مهمة جدا يعني وترى اللغة ما هي بس مشرد لغة يعني أنا أذكر في أمريكا مرة طلب مني موضوع أبحث عنه وكنت صراحة يعني منزعجة جدا من الدكتوري اللي طلبه لأنه كان مرة كان سايكولينكويستيك العلم النفس اللغوي وكان مرة صعب ومعقد ولكن ما تعلمته أبهرني كثير ومرة تفاجأت أعطيك تجربة مرت علي وأنا بعمل هذا البحث جابوا ياباني وأمريكي وحطوا قدامهم فازوا وكسروها طلبوا من الياباني ولا كسرها اسمه جون فطلبوا من الياباني يقول إيش سار ومن الأمريكي إيش سار الاثنين وصفوها طريقة مختلفة الياباني قال جون كسر الفازة الأمريكي قال أنكسرت الفازة فليش اختلفت تركيبة اللغة ووصفها يختلف على حسب إيش تركيبتك المجتمعية والثقافية الأمريكي individualism society مجتمع فردي فبالنسباله ويمشوا بالأحداث والرأس مالي وهذه كلها تشكل تركيبة اللغة الياباني بالنسبة لهم يحطوا الفعل في آخر الجملة ليش عشان من ثقافتهم لازم تجلس وتسمع والشخص مهم وبعدين الحدث يسير مهم فاللغة ترى لما نحن نمارس اللغة ترى هي مو بس والله أنا بأوصر رسالة هي تحمل قيم ومنظومة اجتماعية فخسارة أبناءنا للغة ترى هي مش بس خسارة للغة مجرد لغة هي تعكس تركيبة اجتماعية واشياء كثير فكثير من الله يقوله هم شيء يتواصل هم شيء يعرف يتكلم هم شيء يقدر أفهم عليه بإنجليز بصيني بعرب بلا يكون بس لا احنا ما نعرف ان اللغة ترى تعكس ثقافتنا كثير من الموروث اللي يخصنا احنا العربي او الإسلامي موجود في لغتنا العربية ومهما نقلنا للغة الإنجليزية ما رح يوصل بنفس العمق إلا يوصلوا هناك هل هو تحدي نعم وتحدي مرة كبير يعني وما هو سهل لأنك انت فعلا بتعرضهم الآن التعليم الجيد للأبناء بيعتمد بشكل مباشر واساسي على اللغة الإنجليزية بس دائما نقول هذا يفترض يكون أولوية أو خليه ما بدي أسميهم بس حاجة لازم تكون دائما حاضرة أنه اللغة ترى تعكس ثقافتك تعكس كيف تحس بهويتك فجزء من بناء الهوية يعتمد على اللغة طيب في جانب يعني بالنسبة للغة الإنجليزية كان فيه اللغة في جانب القيم تكلمنا عنها بس فيه نقطة يعني من التحديات التي تجي للأباء سواء مثلا من الآيات وغيرها وهذه سهل شرحها وسهل التعامل معها بس فيه أشياء مثلا ثانية مثل وخصوصا اليوم ما أصبحت موجودة في كل المحتوى للأطفال وغير الأطفال واللي هي مثلا المثلية الجنسية كيف يقدر يتعاملوا مع مفهوم المثلية الجنسية وشرحها للأطفال يعني أول حاجة لازم إحنا كأباء أمهات نكون على وعي صحيح تجاه هذا الموضوع ووعي حقيقي ومتشعب يعني ما عد يكفي أني أنا أقول هذا حرام وخلاص لا نسوي واللي يمارس هذه الفاحشة يعني هذا الجزاء على أجيال من قبل مرت ما كان عندهم وما كان في هذا التعرض الكبير الإعلامي فهذه المعلومة كانت كافية لنا إلى فترة يعني الأجيال كانت قريبة اليوم مع هذا الانفتاح صارت الأوراق داخلة في بعضها هو تولد كده هو طيب حر طيب إيش فيها لو صار كده طيب هو يمكن بي وغيرها من الأمور لذلك مهم جدا إنه إحنا نفهم نفهم من اللي ممكن يكون عنده فعلا خلل أو ما بدي أسميه خلل ولكن هو ولد بهذه المشكلة اللي تحتاج إلى تصحيح الجنس أو تثبيت الجنس وهذا غير عن تغيير الجنس هذا شيء وهذا شيء أطفالنا لازم اليوم يعرف وإيش الفرق بين هذا وهذا إيش هذه الإسحالات الطبية اللي تستدعي تصحيحها الجنسي وهي نسبتها جدا قليلة وكيف تكون إما بالكروموسومات الصبغة الكروموسومية أو غير وترى اليوم أطفالنا أذكي قادرين يفهموا هذه المعلومات كلها يعني من عمر ممكن سبعة أو ثمانية سنين خاصة إذا هم عندهم تعرضوا عندهم الأسئلة فأنا لازم أشبعها ما أتركهم للإعلام طيب اللي بده يعمل هذا التغيير وهنا لازم تصير فيه نظرة شمولية ومنصفة أوكي تجريم هذه الفئة مثلا أو بس مجرد لعنها أو رفضها هذا ما هيحل شيء لأنه لما هيطلع في المقابل على التك توك والإنستجرام والأي تطبيقات هيبدأ يشوف طرح مو زي هذا الطرح مو طرح سود وبيض غلط وصح هيبدأ يسمع مرة كلام تفصيلي كثير إذن أنا أقابله بكلام تفصيلي كثير هذا الشخص مثلا إلا حاسس أنه أنا ما أبقى أكون ولد بس أنا جسدي جسد ولد في أسباب كثير عميقة نفسية مثلا ممكن يكون بناء الهوية الجنسية من عمر مبكر ما سعر فيه رعاية أو الوالد من نفس الجنس كان نموذج مشوه جدا أو غائب فردت فعل أنا ما أبقى أكون هذا النموذج أو ممكن البيئة الاجتماعية مثلا ما تحترم أو تسحق هويتي مثلا فبالتالي أنا عشان أتمرد أبا أكون الهوية التانية ممكن تكون خبرات جنسية من مبكرة تعرط لها من نفس الجنس فبالتالي أشعر أنه أوكي أنا ما حنجذب أو ما رح أمارس الممارسات إلا من نفس الجنس إنه هذه هي أول خبرة صارت عندي مثلا ففيها أسباب أو ممكن يكون ومرات ما يكون تحرش هو يبدأ كأنه تحرش وبعد كده ينساق الطفل يصير جزء من هذه الممارسات وكثير حالات مرت علي بهذه الطريقة فيجي يقول أنا عندي جندر ديسفوريا بس لما نجي نفصل للحالة أنت ما عندك جندر ديسفوريا يعني أنت ما عندك الطراب الهوية الجنسية هو يقول أنا ما أقدر مثلا أمارس الجنس إلا مع نفس الجنس فلما نجي نشوف التاريخ التفصيلي نلاقي أنه كل الممارسات صارت من عمر صغير من نفس الجنس وكان عنده ضعف يعني ضعف المعرفة أو تشوف المعرفة عن أو غياب المعرفة عن العلاقة الصحية اللي تصير مع الجنس الآخر فغابت المعرفة هنا وتعززت بالممارسة هنا فصارت صارت الممارسة مشوهة هذه الحوارات التفصيلية إحنا بحاجة لطرحة مع أبناءنا يعني كثير من الناس أفهم مرة كيف تتحراج والموضوع الصعب يصير عليها لكن دائما نقول إن ما كنت أنا المصدر الأول والآمن في هذه الحوارات تأكد إنه ساحات مخيفة وغير رح يعني تتولى الإجابة عليها يعني أنا لما أشوف مثلا بالعيادة يجوني مراهقين يعني يحكي عن العمليات تغيير الجنس وكأنه بيحكي أنه يعني يعني بكل بساطة ومعلومات طبية طبية وكلها تكون غلط من فين جايبها مصادر كثير طبية طبية بس هي ما هي طبية يجيبها من المواقع يعني مواقع أجنبية طيب إيجي الأب وجنبه مسكين فاتح فمه مو فاهم ولا كلمة من اللي بيقولها ولده فبالتالي إنت لازم تعرف إنه بالظبط إيش طبيعة العملية اللي بتصير هي عبارة عن استقصال ضاء إنت لا حتصير لا فلي ما حتصير لرجل بالكامل ولا أنثى بالكامل وغيرها من هذه التفاصيل اللي إحنا نحتاجها يسوق كثير مثلا في الإعلام لأطفالنا إنه أتولدوا بهذه الطريقة no one born gay كل الأبحاث يعني أحدث الأبحاث صارت وجدا موضوعية يعني systematic reviews وكثير يعني ممكن مجال ما يعطيني الآن أفصل فيها لكن كلها تقول ما في أحد يولد بهذا التوجه هذا يخلق مع الخبرات ما في أحد يولد مثلي الجنس لا 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 أبدا وفي تسويق كبير إنه لها دخل بالجينات الوراثية ما صارت محاولات بحثية كثير جدا من السبعينات وكل الخلاصات الكونكلوجين يعني حتى اللي كانوا منحازين يعني هم نفسهم يكونوا مثلا يتبعوا لل gay lesbian associations هم حاولوا إنما يثبتوها تقول ما وصل لا في جين مسؤول حتى ال identical twins اللي يكونوا مثلا صارت دراسات كثير في السويد وهولندا وأضخم دراسة صارت كانت في أستراليا كان أربع آلاف موسيكشول يعني ناس مثليين فيها ما لقوا أنه في لأي جينات وراثية أو يعني أو أي شيء في كتاب رائع جميل اسمه my jeans made me do it إنه جيناتي خلتني أعملها وبايو كيميستريز اللي كاتبين الكتاب إتنين ترى كل سنتين يحدثوا بأجدد الأبحاث أقرأ الكتاب من الجلدة الجلدة ما تلاقي أي بحث علمي يقول طب هذه المعلومات من حق أبناءنا علينا إنه إحنا نوصل لهم هي يعرفوها مننا عشان لما تجيهم كده 30 ثانية في تيك توك تقول لهم إنه I born in this يعرفوا يكون عندهم العقل الناقد العلمي اللي مؤسس صح لما نقول مثلا إنه هي مشكلة في الهرمونات مين الحالات الطبية وإيش طبيعة وكيف تكون فهذه المعلومات العلمية اليوم إحنا بحاجة يعني أعتقد سارت ضرورة أكثر من إنها شيء ثانوي إنه إحنا نطرحها يعني مع أبناءنا وتكون عندنا الشجاع الكافية عبد الرحمن إنه لما نطرحها نسيب مساحة نسمع أسئلتهم وأفكارهم لأنه ممكن كثير من الله اللي يخافوا إنه لا حيجادلني لا حي خليه خليه جادل خليه يعرف إنه هذا البيت فيه لساحة كافية للحوار لأنه ممكن حيروح لساحات حوار تانية يعني ممكن تغسل الدماغه أو توصل له معلومات غير صحية بس بس اللي تقولي كرام صاحب الله يعني كده إنه يطلب إنه الأب والأم إنهم يكون عندهم معرفة في رد الحجج القوية اللي تجي من كل مكان وأنا ما أقدر يعني فعلا ما يعني ما أقدر أتخيل إنه كل الناس يقدر تكون عندها يعني هذا الكمل أنا ما أعرف إنه قدرس أرد على كل شي يعني صح بس أنا ما حقدر أرد على كل شي لكن أقدر إني أنا أتعلم عشان أرد يعني أنا لو جاء ولدي مثلا وقال لي معلومة أو سألني سؤال وأنا فعلا ما أعرف إجابتها هنا دايما نقول الأهل بينوا لهم إنكم ما تعرفوا كل شي عادي بالأكس خليه يعرف إنك أنت إنسان قابل للتعلم طول العمر فأقوله سؤالك مر حلو مر مهم أبحث عن إجابته أو تعال أنه إنت نبحث عن إجابته وأبحث في مصادر عبد الرحمن علمية موثقة يعني ممكن أزودكم حتى بيعني مواقع في أعرف إنه هو للأسف حتى هذه اللحظة المختصين أو المحتوى العربي العلمي المحكم في هذا الموضوع جدا جدا ضئيل بس لا يعني إنه هو موجود فيه محاولات من مختصين بيحاولوا يحكوا عن هذا الموضوع بحيادية وعلمية يعني سليم فإذا أنا دوري لما نسمع هذا السؤال يحتاج أبحث عن الإجابة عشان أجي أجاوب والذي عليها يعني كل الكتب والدراسات اللي بتهم بأن نحطها في نشرة الحلقة هذه بس سؤاله أنه يعني ببقى أنه تحدث تبلو لو جدت ابني عنده ميول مثلية كيف تعمل معه دائما نقول احتوي والاحتواء ما يجي في يوم وليلة يعني أنا ممكن يعني أولا أولا أنت تتواصل مع مشاعرك أنت نفسها لما تعرف هذا الشيء ممكن يجيك حزن أو غضب أو ارتباك أشعر بكل مشاعرك لأنه هذه مشكلتنا مرات نختزل المشاعر وهذا ممكن يبدأ يعني يأذينه أو أنا الآن غضبان بدل ما أفهم غضبي وهذا أقوم أصب بالغضب على ولدي أو أصب بالغضب على الإعلام أو على غيره فإحنا نحتاج إلى التوازن هذا مرة مهم عشان كده نقول التواصل مع النفس هذا مرة مهم هذه أول خطوة ثاني خطوة لازم أأكد على الإبني أنه مهما كان توجهك أو اختياراتك تبقى إبني يعني وهذا ترى نهج رباني يعني نوح عليه السلام أنتم تخيل يعني من أولي العزم من الرسل وكم ما استمرت دعوته إلى آخر لحظة يعني ما فرق بينه وبين ولده اللي اختلف تماما عنه إلا الموج يعني وحالة بينهما الموج فهذا يعطينا مؤشر أنه أنا دوري أني أنا أثبت في حبي وفي رعايتي وفي احتوائي فححتوي وحفظل دائما أبوه في هنا في كثير آباء يهددوا بالحب يهددوا ما حتصير ولدي حتبرى منك يعني تبرى مني حتلاقي يعني أنا حالات مرت علي لشباب وبنات هنا لما عارضوا لأهاليهم هذا التوجه ورفضوهم أهاليهم من باب نوبل ودراع وأواب تزع طفيا تعرف فيش يصير في مواقع كثير تقول لهم بس صور لنا صورة جواز سفرك تيجيك تسكرتك على طول عائلة حتى تتبناك هناك ندخلك في نظام التعليم وكل شي فور فري لك وراحوا وراحوا كثير من أب يعني للأسف من أولادا وبأن ليش لأنه ما احتوائهم طب وهناك احتوائهم فعشان كده دائما نقول الاحتواء مهم وأفضل وأحاول بقدر المستطاع أساعده يعني يفهم هذا الشهور أكثر قبل ما تصلحه قبل ما تصلح التوجه حاول أنك أنت تساعد نفسك ولدك تفهم أكثر ولما حتحاول تفهم الجذور طريق مؤلم أوكي يعني أنا أحكي من واقع عيادي مؤلم مرة لأنه ممكن يكون في تاريخ مثلا من الإساءات الجنسية أو الإساءات العاطفية أو الإهمال الوالدي بحسنية أو كره ثقافته أو قبيلته أو مجتمعه وأنا من نفس هذه القبيلة أنا ولدي لما أنت رح تقول أنا ما أحس أن أنا أنتملة هذا كلام قاسي بس لازم يصير عندي العافي النفسي اللي أتحمل الاستماع والاحتواء ولا نستعجل ودائما نقول النتيجة ما هي بإيذنه بس يتصلح؟ ممكن يتصلح ممكن ما يتصلح ما تكون يتصلح؟ ما تكون ما يتصلح؟ عوامل مرة كثيرة عبد الرحمن يعني حقيقة أنا مرة علي كثير ناس سبحان الله أتصلح يعني التوجه تغير تماما وفي ناس أخذت سنوات وفي ناس أخذت شهور وفي ناس أتصلح وبعدين يمروا بانتكاس ويرجعوا وفي ناس تماما ما تصلحوا عوامل مرة كثير يعني عوامل مثلا ممكن العلاج نفسه البيئة الاجتماعية العاطفية التواجد الوالدي الاستيعاب الأشياء مرة كثير وأولا وأخيرا هي إرادة الله حقيقة بالناس اللي ما قدروا يتعالج هل هذا يعني أنه نفهم أنه في ناس كده يولدهم؟ لا هل ما حد تولد بهذا التوجه ما حد هو ممكن أقول لك أنا من يوم كنت صغير أحس أني أنا كده هذه الذاكرة الروائية بس الذاكرة الإجرائية اللي هي اللي تخزن الخبرات الاجتماعية والعاطفية في أول خمس سنين هي تخزنها كخبرات عاطفية واجتماعية مولفضية أوكي؟ فإنت تحس فإنت ما تدري شو صار في أول خمس سنين مثلا الذاكرة الروائية اللي هي تنشط بعد ست سنين يعني الولد لما نرجع أول ابتداء يحكيك المدرس يحكيك المدرس تسوى معه لكن العمر ثلاث سنين يرجع من الديكير من الروضة ما يقدر يحكيك لأنه عنده بالذاكرة إجرائية تمام؟ فالذاكرة الإجرائية تكون خزنت أو عاشها أنه كان ولد ولكن مر بخبرات أثرت على شعوره تجاه نفسه بس يبدأ يذكر نفسه من عند الذاكرة الروائية الموضوع حقيقي معقد يعني ماهو ماهو بالبساطة لذلك مرة تانية نقول طرحوا بسطحية أنه إما ملعون أو حرام أو كده أو إما طرحوا أنه خلاص هو هو زي ما هو يعني يضغض وسود مرة نجحف هذا الموضوع حقه يعني حقيقة يحتاج لهذا العمق في الفهم والرحمة والحكمة كمان فيه الله تكلاف ويعافيك يا رب شكرا جزيلا الله يسلوك يا رب شكرا لكم شكرا لعمر الشنقيطي في إعداد الحلقة عبد الرحمن عبود خلف الكاميرات وفي التسجيل الصوتي عبدالرزيز المزي والهندسة الصوتية محمد الحسن والتحرير محمد نور شمت وفي التلوين عند مجيد العطاس وإدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورة السبعي ومنتج البرنامج أيمن الحمادي وفي إدارة تحرير البرنامج أسيل باع عبدالله هذا في مجال أحد منتجات شركة ثمانية لنشر وتوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل القاد لسا دايما على ما شعرف أنت لو توصلت معايا لأنه فيه اثنين أيمن صح؟ ولا تيالي؟ صح صح واحد يمكن أن أسمع واحد اثنين أن الرجل يبغى لتاريخها بعدها أنا يجب أني أتزوج السنة الجوية أو لـ 25 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 أنا أنا قاعد أقول هذه حلقة تفيدني مجد طوال الحمد لله وهو يبقى الحلقة عشان قبل الله عشان ومفترض أنك تسوي حلقة كيف تفهتها زوجها زوجها يز سوي بغا كفيرا بأولاده وباقي ماشي تزوج أصعب الثاني ربما وصير والله تربية الطالة والله إنه شيء مزعج ومربك يعني ما أفهمه لأي شيء أي بس يعني إنه حسن فيه كثير ناس مؤخراً صارية القرون فكرة أنه ما يهدار إيه صارت فكرة دابجة مرة بسبب الإزعاج الزعاج التربية أو العلب لأنه مرة تانية الإنسان سار يحس أنه أنا كل شيء أقدر أتحكم فيه في الحقيقة ما تقدر تتحكم يعني أنا حس هذا الخوف شعور التمكين العالي اللي وصله اليوم للإنسان فأنا يا أزبطها مية في المية طلع أولادي كويسين لا ما حسوي هذه مي مسؤوليتك فأنا المنتج الأخير لأولادي ترى ما هي مسؤوليتي أنا لو أم بس فهمت هذه المعادلة أتوقع الوالدية حتصير أريح علينا ونرجع لزمنا بالبركة عارف كيف اللي كانوا يسيبون بالبركة صح لأنه فيه جزء من هذه البركة أنا نمنشيلها أحس حتى لو هذول اللي ما يبون جبوني لو يفكروا بشكل نفعي بحث أنك تحتاج الولد لا بالنهاية طبعا يعني لو بتأخذها بدون أي شعور بدون أي عاطفة أنك تحتاج بالنهاية صح فكرة تشعير ما في أحد بس أنك كلما تجي تفكر فيها خصوصا بدل الحلقة بدل الحلقة فكرت خاص مع بانضمري اللي ما ينجبون اللي إنجبين لا لا زي اللي فيه اللي زواجين كمان أي كنت في الكفير وجاء صامعة منه اللي بتحك وقالت أنه أنت منزوجة مو متزوجة مهم الحوار أخذ منح أنه نحن ما نحتاج نتزوج أنا مستقلة وعندي راتبي وما بحد يتحكم فيه بس هذا يضرب في أصل الاحتياجات الأساسية للإنسان آدم كان في جنة الله جنة الله وبعدين ما حسب الأنس إلا بوجود وهذه هي حقيقة الإنسان هاي تركيبتنا كبشر إحنا ترى مرة بنشوه هذه التركيبة بشعورنا الاستقلال العالي ونفس الشي لا إنجابيين أنا ما أحتاج أطفال لا أنت تحتاجهم هم يحتاجوك حيندموه يوم لا ينفع الندم أيها سبحان الله لكن لكن بس إنه صعب والله يعني 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 مو سهل مو سهل عملية التربية لأنك أقدر أتكلم بس أنت ما تقدر تتكلم لأن عندك تجربة بس أن الناس تتكلم أنه لا تعطي ولدك الدوال بس صدق ترى إذا ما أعطيت تربية يعني حياتي بتختلف يعني أنا إذا أعطيت جوال ترى الحياة مختلفة تماما هادئ ما في زعاج حياة أروق بس مجرد أني أشيل الجوال يعني مئتين في المئة من جهدي لازم نسوي إيه بس شف ترى تقدر تقول أنه حقيقة هذا دورك طيب أيو بس يعني بس شف أنا أنا لما رحت إلى اليابان شفت كيفية ثقافة مجتمع أنا مبهرد نقول لبا أنت هرسلكم بعثات روح أجلس هناك أشوف العالم كيف رأيك بس الناس هادئين هادئين أظن أنا كنت الوحيد للعصف في الشهر كل هذا فعلا في مرة تانية ثقافة مجتمعية صح أنا ما أقول لك بس أرجع أقول أنه هذه المشكلة أنا بصير زي كل الناس ما بختلف عنهم يعني أنا مثلا ما عندي تأنيب ضمير لما الأولادي يروح مثلا جمعة عيل وما عندهم مجهزتهم في المشكلة طيب مرة تانية والعيلة كلها معهم جهزتهم طبعا كلها معها جهزتهم كل واحد داخل وشايدهم بس شوف أنا مثلا لما يقولوا لي بناتي أنه ماما كل صاحبات أنا مسل عمرهم عشر سنين يأخذوا الجوال قلت هما نظامهم العائلة مو زي نظام عائلتنا فيعرف الطفل أن ترى هذا النظام وهذا النظام ولا يعني انطبق عليهم انطبق علينا يعني شوف هي فيها تحدي بس مرة تانية طولة البال لو جبناها بالعامة طولة البال وبعدين أحط في بالك أنه الله يربي معانا يعني أنت في الأخير تحط اللي تقدر عليه والمنتج ما هو منك يعني أيه فيها أتذكر مدحة عامر بس مدحة عامر كان يقول برضو مدري متى هو يعطي جوالات ماني تذكر بس أنه برضو يقول أنا عافتت جوالة ما في شيء يسمع عنده خصوصية طفلي ما عنده خصوصية حتى يصير 18 سنة لا يكلمني ما في شيء يسمع خصوصية وصح لأنه أنت بالأخير زي كأنك تدي له يعني أنت تطلق في العالم الافتراضي هذا بدون وجودك معه ترى مرعب يعني أنت هذا هو السؤال الحل دائما بنات يقولوني مثلا أيش العمر اللي ممكن ناخد فيه جوالات أقول لهم يعتمد على نطجكم وروني نطجكم لما أنا حس إنكم تقدروا تأخذوا قرارات صح تقدروا تضبطوا نفسكم تمتلكوا من العقل النقدي ما يكفي للي يشعرني بالأمان ديك الساعة إيش يكون عمرك 16-14 ما حيفريك كم عمر أكبر أكبر هم 15 بدون جوالي العام الماضي يخذ الجوال أخذ جوال أي والحمد لله كان في ما كان في ما كان في صراع أبدا كانت عارفة إنه لما تخرجي مثلا وأنا ما أكون معاك تركتك في مكان إنه عند إكسترا جوال يروح معاك عشان تبطصت كده عندها تكتب بس إنه لا أظن دحين يعني لازم أحتاج عيني تكون موجودة لأنه ممكن تاخدوا قرارات مو مكتملة للأركان وإحنا نساعدكم تكملوا وهذا هو أنا ما أقول أنا باراقبكم أنا بدل ما أقول راقبكم I need to supervise you أنتوا تحتاجوا إلى دعمي مو رقابتي إشراف أي فمن باب يحسوا أنه يعني I trust you حتروحوا فيه بس أنا لازم أكون معاكم فيها يعني لأنه ممكن ما تاخدوا قرارات كثير صحيحة وأنا أقدر أساعدكم فيها يعني وبرضو ما هي سهلة تسدد وتقارب يعني في مثلا قرارات تاخدها بنتي مثلا اجتماعية مع صداقات ما تعجبني تماما وأنك تمسك نفسك عشان تسوي بس بعدين بعد فترة تقول والله أنت صح طبعا لو تشوف كيف ترجع هبل مكوية إيش قلت وترجع أقول أني أمبسط أنه خاضت التجربة وصلت لهذه القناعة مرة تطلب نفس طويل واستيداه عند الله كيف أستودعها أنه يا رب انت عالم أنه يعني حمايتك ورعايتك ما نستغنى أبدا يعني ما أقدر أحمل طول الوقت صحيح بس لك ما تتوقف أقصد نهائيا خلاص يعني ما أقدر ما أقدر أمنع ولدي عمره 25 على الدخول أقدر أمنع عمره 15 أقدر أتحكم بي على التصميم بس لك خلاص عشرين أنك لسه تقدر تدخل إذا الطفل أو الولد صار أو الرجل صار خمسة عشرين ما تقدر توقفه بس هل لك دور فيه أنك توقفه أم لا عادي أنك تعرف أن ما عندك دور وخلاص يعني أنا أعتقد هي أشكال الأدوار هذه اللي كمان نقطة أنه أدوار أنها تتغير شكلها يعني أنا مثلا الآن مقدم رعاية 100% لو عمره سنتين عمره عشرين أنا مقدم الرعاية بشكل النصح أو القرب يعني فالرعاية تاخد شكل مختلف فأنا وخمسة عشرين سنة ممكن أقوله أذكر بشي أحرام عليك وصحتك مدر إيش أنه فكر أنك هذا أرسله مثلا أبليكيشن يساعد يعني ها سوي كده واسم من بعيد لبعيد يعني لن يعرف أنه خلاص الحياة هتبدأ تاخده باستقلالي وتقبل هذا استقلالي كثير لله ما يتقبلوها لو بتزيت عاطفيا نعم نعم لأنك حتأذي عاطفيا طب هو يبطل دخان أنا أحب كيف تبتزي عاطفيا يعني كل مرة يكلمني أزعل عليه يعني غير راضي أنا أماني راضي أنك يا حيوان يلا يعني لين تبطل دخان طب استنى والشي حيواني أنت كسرت الكرامة طيب أنا أمره خمسة عشرين يعني بسيطة قولي أنه أمره خمسة يشيقينه قلت له طب شوف يحن دايما نقول نسكلي أنا ماني راضي عنك أنت عاق هو ما هو عاق أنا ماني راضي عنك أوكي طب أنا أقول لك عنك هذه صعبة ماني راضي عن التدخين إيه إيه بس أنا ما برضى عنك أنت وطل دخان بس مو على كيفك يعني هو لأنه في الأخير رضاك يعني تبتز وترى يعني أنت بصير ما يفرق ما يفرق معه ما يفرق معه بس أنا مرغاه يبطل يدخل من ورائك يدخل من قرائبي زي كده في قرائبي زي كده ايه طب يعني 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 مهم أن الرسالة توصل أن أنا أحبك بس أنا ما أحب هذا آه بس أنا منحبي لك أني ما بغاك تموت يعني اطلقوا لها كده إيه فأشان كيفطل ليه ما يمنعهم هني مش أستخدم العنف كسلاح أول يعني إيش بشكلت اللي تزعزل حاطي طيب صد قول الله يعني إذا أنا قلت له أنا مني راضي عنك لين تبطل كده ما ندري إيش شو يسوي إيش شو يسوي أيو خلاص يبدأ يحسوا أنه أنا الدخان أبوي ما يشوف فيه إلا الشخص المدخن ما عادي يشوف بنتك دخان طيب صح؟ خلاص أبتز وإيش بدي منسوي لك لا لا بستخيل بنتك طيب أدخن أنا أنا بناتي مرات يبتزوني بهذه الأسئلة مثلا لو مثلا أيو زي كده لو دخنا لو مش عارفه الحفظة لحبك بس ما أحب هذا التصرفي اللي حتسوي الحفظة لأنصح أو أنصح أو أنصح أو أنصح أو أنصح أو أنصح أي ما حتى توقف يعني الزن ما حاوقف عن الزن حفظة لحفظة أي بس أغطية بس ما حقعد أجلدهم عاطفيا يعني فهمت علي بس كنت تقدري تحولي تخيل إنها أرف والله والله أني لنجن تخيل إنها طب تخيل يلا أنت كده تكلمي بنتك عمرها الحين مثلا 23 ومع هذا زقارة يعني ما حقدر أحب أنا أحبك كسي الله كم يزقارتك تاوين طفا يا بنتي لا 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 هنا ديك الساعة أفرد قوانيني قدامي ما يصير تدخيل يأذيني هذا المنظر يأذيني ومن حقي أن أنا أكون مرتاحة كأم معاك أيوة فبالتالي عشان كده في الأجيال اللي قبلنا يقول لك ما يدخن قدام الأبكة مثلا إحنا أنا مجتمع مكة من الجرائم الكبرى أن الراجل يدخن قدام أبو أو يشيش قدام أبو عيب 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 مرة لأنه كأنك أنت بتمارس غلط قدام أبو بتكسر هيبته فهذه الثقافة نحتاج حتى أولادنا يعرفه أنا عرف أنك تسوي غلط بس أسوي قدامي لأنه يأذيني يأذيني أني أنا أشوفك كده يأذيني الدخان أنا سكندهان سموكينج حتى يأذيني تضرني فأيوة هنا لك الحق كاب أنك تقول يعني مو مرة يعني نوع من التزاز عاطفي ما هو على شي غلط اللي هو إيش أختار جامعة أنت سير للدفور أنا هذا الملابس ما سعجبني أبغانك مدرئينة توقع هنا يسا مضمع هي الولد بيطول شعره الولد لا تطول شعرك يعني هذه أنا أحس كلها برضها من أشكال شوية شكال دائما أقول أنه ترك الساحة لشوية استقلالية وترتربك كتير من الأهل غلو أيوة لأنه في جزئين فينا يشتغل وقت الوالدية الحامي والمتحكم نشعر أنه هذه الجزئين اللي فينا هي لحد درك أمور التربية بسي الحقيقة تريد أنت ما تقدر تكون حامي طول الوقت ولا متحكم طول الوقت خلي هذه الدورين نتراجع شوية يرتاحوا وخلي مثلا العادل المتفهم الملاحظ الملاحظة صعب شيء تجز تلاحظ وتمسك نفسك هذا مجتمعنا صعب عليه نشمرك ما منه ولازم نتحكم لازم نحمي فهذه من الأشياء اللي نحتاج إنه إحنا ندرب نفسنا عليها ما يسهل أنا أقول لك وأنا مرات لما ألاحظ طبعا من جوايف أبتحرك بس أرجع أقول خليهم يأخذوا الساحة أيوه وأدخل شوية للمتحكم بقدر بسيط يعني نرجع نازم نتواصل مع نفسنا هيوه صالحة تدقى دي إشيوز ممي إشيوز هذه السفقة أيوة لأنه مرات يعني كيف تصير أصلا أسكال الناس صاب عندهم دي إشيوز فجلع نفتع بتركاني أخذ أشكال تانية بس دي حين أتقول أشكالها تانية مثلا دي إشيوز يعني زي كده مثلا عدم الشعور بالثقة مع الزوج مثلا أو الخوف الدائم من الزوج مثلا أو التمرد على الزوج أو أو دايما تحس أنه أبأجذب انتباه الرجال بأي شكل كان يعني زمان يعني الله يرحم كانت تلفونات وبطائق دحينا بالجولات والتطبيقات هي تأخذ أشكال هي الشكل يتغير يعني ما كان له مصطلح بصدر كانت فيه مشاكل تعكس أنه هذه البنت ما تواجد الأب تواجد آمن في حياته فترك هذا الفراغ فلما انكبرت أبأ عبي فطبعا أعبيه بطريقة غير صحية في ناس كبرت وما عندها هذا التواجد بس عبته الطريقة صحية يعني قدرت تتسامح مع هذا الفقد قدرت تعرف أنه كنت أحتاج الحماية من الوالد كيف أوفر هذه الحماية من وسائل آمنة من نفسي من دوائر آمنة قريبة مني من من في ناس شقة الطريق بشكل آمن وفي ناس شقةه بطريقة غير آمنة ما مازيش تصير عند الأولاد كمان نفس الشيء أيه يصير عنده تعلق مثلا لسيدات كبار يصيري بيجذب الستات الكبار لأنه حس أن أمي ما كانت تشوفني بنظرة حلوة ولا مقدلة كانت غايبة مثلا الجانب الأنثوي هذا ما كان في حياتي فيبدأ يبحث عن الإناث يعني بين قوسين نسميها صائع بس في الحقيقة هو الجانب الأنثوي مثلا من الفيرست الأنثة يعني الأنثة الأولى في حياته ما كانت فيه بشكل مشبع فبالتالي يبحاول يشبعها بس هل كل الرجال كده كان نصل للمجتمع تأتر باعة طلع بس هي ناس أشبعتها مثلا وهذبتها وعبت هذا الفراغ بشكل جيد أيها وهذول اللي عبوه بشكل آمن ترهم اللي عرفوا يتواصلوا مع نفسه أعرف إنه فيه عندي مشكلة أعرف إنه فيه عندي يعني ف معرفوا يتعاملوا معه فدائما أقول لي يعني سبحان الله لمن الله يحطنا في هذا يعني أنا مثلا ما اخترت ممكن كل الناس احنا ما اخترنا آباء انا ما اخترنا أمهات ما اخترنا كيف يكونوا في حياتنا فهل هذا الظلم؟ لا هذا مو ظلم بس هذا الرزق اللي جاتني هذا التحدي اللي جاني ومنه أقدر أصنع منه شيء يقويني أو شيء يدمرني تلع إنسان عنده قدرة الاختيار في الأخير بس خلاص يا خلاص أنا لا تطروح علي الطيارة يلا لا يعتبر نعم